السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين هيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وبعد نرحب بجميع الحاضرين الكرام وتقبل الله الصيام والقيام وصالح الأعمال معكم محادثتكم الأستاذ صفى محمد علي من فريق التقديم في منصة أريد الدولية حيث تتشرف منصة أريد للعلماء والخبراء والباحثين الناطقين بلغة العربية وبرعاية الجامعات والمؤسسات العلمية أن تقدم لكم مشروع سباق الأمم ونحن في ندوة جديدة مثيرة بعنوان الواقع الافتراضي عوالم جديدة فحللتم أهلا ووطأتم سهلا وسنكتشف اليوم مدى تأثير التكنولوجيا الحديثة على شكل حياتنا وطريقة تفاعلنا مع العالم من حولنا في عالي سم يلتقي الحقيقة بالخيال وتتعانق التكنولوجيا بالإبداع وتمكننا من تجربة الأشياء التي كنا نعتقد أنها مستحيلة وسنتعرف على أحدث التقنيات التي تمكننا من خلق بيئات ثلاثية الأبعاد واقعية لا مثيل لها ونستفيد منها في توظيفها بمجالات متعددة بدءا من صناعة الألعاب والترفيه وصولا للتعليم والتدريب والطب والعمل الإبداعي يسعدنا ويشرفنا أن يشارك معنا نخبة من الخبراء المتميزين والمبدعين الذين سيقدمون لنا كيفية استثمار هذا الواقع الافتراضي في حياتنا اليومية ولنتعلم من علمهم وخبرتهم في هذا المجال المثير نبدأها مع سعادة الدكتورة غادة محمد صالح أستاذ مشارك بكلية ليوى من الإمارات العربية المتحدة عاصلة على درجة الدكتورة ودامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية وعنوان مشاركتها العلمية الواقع الافتراضي يأخذك إلى عالم آخر تفضلي دكتورة غادة معكم الصلاحية بارك الله فيك ومصحة والعافية وأحييي الزملاء الكرام في منصة أريد وأشكرهم على هذه الاستضافة وأشكرهم على هذا البرنامج الجميل في الليالي الرمضانية وتقبل الله الطاعات سباق الأمم من البرامج الجميلة جداً في هذا الشهر وهو خضيء لياليه إن شاء الله وعلى رأسهم طبعاً دكتور السيف يعطيك الصحة والعافية دكتور وجميع الزملاء الكرام طيب هل الظاهرة الشير عندكم؟ نعم دكتورة حقيقة اخترت العنوان هو الواقع الافتراضي يأخذك إلى عالم آخر وهذا العنوان يعني أتاني من هذه التسمية يعني أتتني من ابني وهو يلعب في ألعاب البليستيشن ويقول إنه هذا البليستيشن يأخذك إلى عالم آخر ففعلاً أنا حاولت إنه أخذ هذه العبارة وسمي بها هذه الندوة وفعلياً تطرقت إن شاء الله في هذا العرض إلى ما هو الواقع الافتراضي وتطورات هذا الواقع الافتراضي وصحافة الواقع الافتراضي ومبادرات افتراضية في خدمة الصحافة ثم تحديات صحافة الواقع الافتراضي ومستقبل تقنية الواقع الافتراضي العالم الافتراضي حقيقة هو عالم يأخذك إلى عالم آخر في الطب وفي علوم الفضاء وحتى تعلم قيادة السيارات وإلى البحار ويأخذك إلى كل الأماكن التي لا يمكن الوصول إليها بمجرد لبسك لهذه النظارة أو وجود الغلوفزات أو الجوانتي أو أدوات حركة المستشعرات في إمكانك الآن أنك تذهب إلى عالم آخر الواقع الافتراضي يمكن هي تقنية محاكاة تستطيع أن تأخذك إلى مكان آخر وتمنحك تجربة من التعلم والاستكشاف كما لو كنت هناك فعلا كأنك موجود في مكان الحدد فهي تسمح بالانخراط الكامل للحواس باستخدام أجهزة مخصصة زي أجهزة العرض والنظارات والجوانتيات أو الغلوفزات وتعزي لك على العالم الواقعي بل إنها تجعلك منغمس ومستغرق في هذا العالم تطورات الواقع الافتراضي طبعا في كثير من التطورات مؤخرا صارت في عملية تحسين الأجهزة وظهرت العدد من النظارات الواقع الافتراضي حديثا منها الأوكولوس كويست وإش تي في فيفا برو وفاليو إنديكس وكلها يعني تدخلك في تجارب غامرة مع تصاميم ورسومات يعني بتقلل حتى الدوار اللي كان بيحصل سابقا طبعا كذلك الواقع الافتراضي اللاسلكي الآن صار يمكن أن تلبس هذه الخوزة أو النظارة ولكن يعني بدأ يكون إنها هي مش شغالة مقتصلة كما في السابق بأجهزة الحاسوب أو منصات الألعاب وفي تتبع كامل للحركة بالأيادي تتبع لحركة العيون لأجهزة الاستشعار ما محتاجين لأجهزة الاستشعار وإنما هي من الذكاء بمكان في أنها تتجاوب أو تعرف حتى تعبيرات الوجه القلق الخوف التردد ففي تطور كبير في هذا النطار في تكامل الواقع المعزز بدأت تقنيات الواقع في اندماج طبعا مع الواقع الافتراضي وعرفين الفروقات بيناتهم الاثنين إن الواقع الافتراضي إنت بتدخل على هذا الواقع المصمم من قبل مصممين الجرافيك أو المصممين بشكل عام وبتبدأ تدخل على شكل أفتار وتدخل في هذا الواقع أما الواقع المعزز هو ما يحدث في نشرات الأخبار وإنه التصميم يدخل أمامك فهو يدمى جمعات فبيعزز واقعك الموجود فيه فالآن صار الموضوع موضوع مختلط فتجمع الأجهزة زي مايكروسوفت هولولينز وماجيك ليب وون بين العناصر الافتراضي في العالم الحقيقي وهذا يفتح إمكانيات جديدة طبعا لتطبيقات الأعمال مثل محاكاة التدريب زي ما شكنا في تدريبات العسكرية الآن بيدخلوا معارك بواسطة هذا الواقع المعزز والافتراضي معا والتصورات المعمارية يعني الآن مصميمي الانتيرير ديزاين بيستفيدوا بصورة كبيرة يعني حتى قبل فترة كان شاهدت إعلان لواحد بيروج لشقة وبيقول في إنه فيها جهز شقة إنه الشقة مؤسسة تأثيس كامل وخارج نطاق الموبايل اللي بيتم عرضه كان الشقة فارغة تماما فذي برضو من الأشياء اللي بيستفيدوا منها في فيمكن استخدامها طبعا بطريقة جيدة وبطريقة سيئة عرض المنتجات الآن كثير من شركات التسويق تستخدم الواقع الافتراضي والمعزز سوية في عرض منتجاتها بشكل واقع وأكثر للواقع وأقرب للواقع تماما ردودة الفعلة اللمسية وتتبع الكامل بدت بشكل كبير يعني الجسم بالكامل بدأ ينغمس في تجربة الواقع الافتراض بحيث أن يكون موجود في داخل هذا الميدان من غير الإحساس بما حوله حكا لي أحد طلابي وقال لي أنه لما أنا بلعب في بآخر أشكاله صرت ما أحس باللي حوالي تماما لدرجة أنه لو طحت من بناية من فوق أنا ممكن أقع في الأرض وكأنني أصبت يعني فده الشكل من الإنغماس غير عادي إنشاء عمليات المحاكة لها أكثر واقعية لغرض التدريب والألعاب الترفيهية كذلك الواقع الافتراض الاجتماعي طبعا انتشرت كثير من المنصات زي VRChat وهي دي بتعمل نوع من التشات بين اللي يملك النظارات الافتراضية وريكروم وفيسبوك هورايزون دي كلها نشأت فين من 2015 إلى الآن ولكن يعني في 2017 نشأت هذه المنصة اللي هي الفيسبوك هورايزون وهي بتسمح للمستخدمين التواصل مع بعضهم البعض في عوالم افتراضية ويكون في نوع من أنواع التفاعل واتماعات حتى افتراضية ومؤتمرات ومساحات وهذا يقودنا إلى ظهور الميتافيرس مؤخرا في الشكل أو العالم اللي هو العالم الافتراضي والمعزز في عالم الميتافيرس الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي حقيقة تعرف يعني الذكاء الاصطناعي دخل في تجربة تحسين تجربة المستخدم لأجهزة الواقع الافتراضي يعني أصبح بإمكاننا أن نتعرف على الإيماءات الواقعية بمعنى أن الذكاء الاصطناعي بدأ يرصد حركة الإنسان وبشكل آخر يجعل تفاعلاته معه تبدو أكثر طبيعية وغامرة يعني ممكن كائن فضائي أو افتراضي عفوا أنه أنا ألوح لهذا الكائن في داخل العالم دون الإمساك بجهاز فعلي من غير ما أكون بماسكة جهاز فبتلقى فيه أنه أكثر سهولة اتعرفت على الإيماءات بشكل أو بآخر تعابير الوجه كذلك هي معالجة محسنة للغة الطبيعية يعني إذا كان عندنا صديق افتراضي كذلك يفهم ما أقوله مباشرة بل أنه ممكن أطرح عليه أسئلة في هذا العالم الافتراضي ممكن يحصل على بعض الاتجاهات فين أروح فين أمشي ممكن تكون محادثة حقيقية فعلية البيئات الديناميكية والتكيف اللي هي بناء على تصرفاتك أنت واتجاهاتك بتم برمجة هذا الواقع الافتراضي كذلك تحليل العاطفة والمزاج بالمغامرة والإيثارة والتلبية الحاجات العاطفية بالنسبة للإنسان اللي داخل في هذا العالم المعالجة الصوتية الغامرة يعني إذا كان في طائر يغرد ممكن أنت تسمع صوت الطائر وحتى ممكن تسمع الأصوات بـ 360 درجة حوالي فمعالجة أو توصيات المحتوى المخصصة على حسب ما تحب خوارزميات الذكاء للصناعي بتبرمج ما تريده تقليل دوار الحركة في ناس كثير بيصيبون دوار الحركة فالذكاء للصناعي حسن تجربة المستخدم لأجهزة الواقع الافتراض فيه نقلل دوار الحركة وإنشاء كذلك اللي هو جيل المحتوى جيل عوالم وشخصيات وسيناريوهات افتراضية يعني بشكل مستقر وتفاعلات اجتماعية اللي هي ممكن تكون موضوع روبوتات الدردشة وتفاعلات مع هذه البيئة الافتراضية إمكانيات الذكاء الاصطناعي طبعا ظهرت بشكل كبير أنا ما خدس يعني بعد ما لقيت نفسي ما شوفي نطاق الذكاء الاصطناعي وكيف حسن الواقع الافتراضي ولكن رجحت مرة أخرى على مجالي اللي هو صحافة الواقع الافتراضي فهذا أذكر فقط جزء بسيط عن الألعاب وإنه فعلا بيقى فيه حد أفعال واقعية في داخل اللعبة تكيف مع خيات اختياراتك بيطور العدو نفسه استراتيجيات يتعامل معاك بشكل كبير يعني بيبدأ فيه إنه المشاهد السابقة التي كانت ثابتة ومتوقعة إلى النظم حية تمتلك العديد من الخيارات يعني في سيناريوهات متعددة لو مشهد باليمين هو حيجيك بالشمال لو مشهد بالشمال هو حيجيك باليمين وردات فعل أكثر واقعية وتأثير ومنها لعبة ديترويت المشابهة لهفي رين يعني من أكثر اللعبات اللي هي بتحاكي المشاعر البشرية فيه لعبة أخرى اللي هي ميتا جير وضي ظهرت في البلاي ستيشن يعني فيها التخفي ويقول لك فيه أجهزة لكشف التخفي في الذكاء الاصطناعي يقول لك تطور كبير في مجال الذكاء الاصطناعي يعني التين ايجرز بل جيل زي يعني الآن هو ممكن يكون فاهم تماما هذه المصطلحات لأنهم ممارسين في ألعاب وينغمسوا بشكل كبير جدا في الذكاء الاصطناعي حتى يدخلوا في حروب وصراعات وأشياء يعني ربما في الواقع الغير موجودة ولكنهم منغمسين تماما في هذا الواقع الافتراضي أنواع طبعا للنظارات مختلفة من النظارات التي تحتمد على وصلات الحادث ودي ممكن أحدث الصور دي لأحدث النظارات الحديثة زي ميتا كويست اللي هي بسعر 300 لـ 500 دي بالنسبة للصورة و بلاي سيشن سوني بلاي سيشن و بالفي اندكس ودي كلها ممكن تكون واحدة يعني واحدة ممكن تكون موصلة بالكمبيوتر واحدة بالبلاي سيشن وفي نظارات لا تماما غير موصلة بأي أجهزة استشعار أخرى والشركات التقنية طبعا تستثمر في هذا المجال بشكل كبير طبعا شفنا اللي هي الأداء الجديدة اللي هي تدخل السوق بـ 3500 اللي هي Voice Engine اللي هي 3500 دولار خوزت أبل وتغزو الشوارع الأمريكية ده كان واحد من عنوين الصحف بأنها أثرت بشكل كبير الناس صاروا منشغلين يرفعوا إياديهم يتحركوا أثناء حتى وقفوا ناسهم ساقين سيارات وهما يتعاملوا مع هذا الواقع الافتراضي المعسس صحافة الواقع الافتراضي يمكن هي صحافة من نوع جديد مع أنه الواقع الافتراضي ليه فترة طويلة يمكن أكثر من 50 عام ولكن الصحافة ما دخلت فيه إلا مؤخرا ويمكن بدت في إنشاء بيئة افتراضية ثلاثية الأبعاد عن طريق الحاسب الآلي بما يوفر المستخدم الإنغماس في البيئة أو الإنغمار في المعلومات يعني أماكن لا يمكن الوصول إليها يعني يمكن أماكن تجربة بتشكل تجربة فريدة من بيئة ثلاثية الأبعاد للمستخدم أنه يخوض في التفاعل مع الأخبار المراسل بيكون في قلب الحدث أنت بتدخل بتحس بالأحاسيس بالمشاعر بمقدرتك على التفاعل في هذا الحدث بشكل أو بآخر الأدوات اللي بيلبسها القفازات النظارات البدلة نفسها في الواقع الإفتراضي الصحافة يمكن ألحقت يعني زي ما كثير من المجالات دخلت في الواقع الإفتراضي كما ذكرنا الترفيه وغير والسينما ولكن الواقع الإفتراضي في الصحافة والعمل الصحفي قامت به المؤسسات الكبرى في بدايات العمل ودخلت فيه المواد الصحفية الأخبار البرامج الأفلام الوثائقية كذلك موضوع القصص الصحفية بشكل أو بآخر يمكن نجحت التقنية في عوالم السينما ولكن أخذت طريقة لعالم الصحافة ودخلت مجالات أوسع بأبواب وبدل جمهور في دول العالم يخذ التجربة الجديدة في عالم الصحافة الإمكانيات الهالية التي توفر التقنية أصبح فيما يمكن أن نطلق عليه بصحافة الواقع الإفتراضي ولكن هذا يتطلب استخدام النظارات ثلاثيات الأبعاد التي تكلفتها قليلا باهظة وكذلك الأجهزة والمعدات والشاشات العرضة المختلفة الخيار الثاني أن تلجأ لي نظارات مستخدمة التي تضع فيها الهاتف وممكن تكون مصنوعة بالكارتون أو مصنوعة من المعدن وتسيم بمعقوليتها في السعر وتنقلك إلى عالم آخر فعلا في 360 درجة وأنت تدور فتحس بالعمق بشكل كبير وذي تقنية يسموها الاستيريو سكوبين ذي تقنية التي هي 360 درجة التقنيات المسكورة دي بدوا يستفيدوا منها في الترفيه في التغطية الترفيه المختلفة الثقاف الثقافية البرامجة الثقافية الحفلات الموسيقية الرياضة الكثير من الأشياء الممكن فعلا أثرت في إحساس الناس والجمهور بشكل كبير والمشاهدة الافتراضية التي تعد أقرب للواقعية المختصين بيرون التقنية يساعد على جذبة الجمهور للقصص لأنها هي أقرب للحقيقة وإنها تفوق على المقالات وزادت التعاطف بشكل كبير وكذلك فيها نوع من المصداقية ويجعل الجمهور يثق فيما يراه بشكل كبير ولكن عدم مقدرة الصحفي على إحطاء الإحساس بالواقعية في أن هذا ينعكس على المصداقية لا بد أن يكون فيه واقعية أكثر مصداقية أكبر تقنية الواقع الافتراضي يمكن الذي تشرك الجمهور في القصة يقوم بتقديم وسردة على خلاف المحتاج في سردة القصص وتقديم النماذج الثلاثية ما سيكون في توجيه للجمهور في تقدم خطي معين ولكن سيتمكن من اختيار مسارات القصة كما يحصل الآن في نيتفليكس يعني أنه عندك نهايات مفتوحة أو نهايات أنت بتختار أو سيناريوهات متعددة بإمكانك اختيار هذه السيناريوهات يعني ما يتوافق معك جمهور مشاهد اللقاء البثته MBC الكورية الجنوبية في لقاء أم لابنتها المتوفية قبل سنوات يعني فيهم معواطف الإنسانية الكثيرة فيهم قصة إنسانية فيها شعور أسر عالي وده شيء يعني يعني فيه من الجوانب الإنسانية الكثير يعني ما يبكي ويدمع إنك ترى الموقع يتحركون في هذا العالم الافتراضي مبادرات افتراضية في خدمة الصحافة طبعا الصحافة بتنقلك للا ماكن لا يمكن الوصول إليها كارثة طبيعية زلازل في اليابان وفي غيره أيها أختصر حاضر حاضر حاختصر إن شاء الله ولكن التجارب يمكن مختلفة يعني بيقولوا إنه التكنولوجيا السينمائية الجديدة تمنح انطباع مفير بالاتصال مع الناس يعيشون حياة بعيدة المؤسسات العالمية بدت في هذا النطاق نيويورك تايمز في تطبيق الإلكتروني المحصص لهذا المجال بسرد الأخبار عمل قصة صحفية يمكن وبعت النظارة الكرتونية اللي نراها على الشاشة لكل المشتركين هذه الصحيفة اللي هي النيويورك تايمز وعملت وعملت قصة عن حياة ثلاثة أطفال شردتهم الحروب من أوكرانيا وسوريا وجنوب السودان وكانت أول قصة صحفية والقاردين كذلك نشرت مواد لمحرريها في يعني تجربة حقيقية مع طالبي اللجوء في بريطانيا وكذلك ABC الإخبارية عملت تجربة للواقع الافتراضي بنجاح في الحرب في دمشق في سوريا وكيف أن العمال كان بحافظه على الآثار أو القطع الأثرية وتم تثبيت 16 كاميرا يعني من الصعوبة مما كان أنه نعمل هذا الموضوع ولكن في المملكة العربية السعودية طبعا الجزيرة للطباعة والنشر عملت الجزيرة سناب حيث أنك أنت بس بتصوب موبايل اكتجاه الأسل الموجودة دي وعلى طول بتنقلك إلى الخبر في واقع افتراضي جديد والصحفية الألمانية وحية وأخذت جوائز كثيرة لأنها بتنقلك إلى الأدغاء للمخيمات اللجوء وقالت مع الواقع الافتراضي يمكن أن عيش الزوايا الميتة في عالمنا التي لا يمكن الوصول لها تلفزيون الغد عرض تقرير عن قصة الأوبياء الأكثر فتكا في التاريخ وفعلا التقرير أنا شفته متكون يعني بطريقة رائعة جدا في هذا التلفزيون قصة القتال حول الفلوج درجة عدتها هذه الصحيفة الصحفية الأمريكية نوني ديلا قامت بنتاج أول مادة صحفية باستخدام الواقع الافتراضي 2012 وكانت دي بعض اللقطات الموجودة في هذا هذه التقارير وكذلك يعني دخلنا في كيف إنه في في ال لوس أنجلوس يكون في مجاعة يعني وكيف ممكن إنه تشاهد هذا الشيء وحتى عرض في مخرجانات وفاز بجوائز جوجل طبعا دخلت التطبيق بتاعه بكل ما لديهم هذه النظارة وفيها المؤسسات الإعلامية الكبرى تحديات ممكن حصرت في الأدوات الوقت والجهد اللازمين لإنتاج القصص وإضافة الحاجة للكوادر المتخصصة والإنتاج المكلف جدا لتقنيتين للواقع الافتراضي والواقع المعزز كذلك الدراسة التي عملت من جوجل في كيف نسرد قصص مميزة وخلصت لأن قصص الواقع الافتراضي تكون فعالة لما نركز على نقل تجربة عاطفية وسرد القصة من إجهات نظر متعددة وخلق فرصة للمشاركة بمعنى أن أعطي سيناريو هين الاتجاه والاتجاه الآخر في نفس القصة ومراعة التأثير العاطف الشديد للمتنق عند سر هذه القصة ويجب أن يعني ما حد رويتز قال بينما نختبر الأشكال الجديدة يجب أن نحرص علىنا حماسنا وشغفنا بما تتيح لنا التكنولوجيا الجديدة لن جعلنا ننسى المعايير الجيدة التي ورثناها من الأشكال القديمة صارت شائعة بعد يعني الفيسبوك واليوتيوب وغيره والزوايا اللي هي 360 درجة وانتشارة ويمكن حتكون أعلى نسبة حجم السوق العالمية مش فقط الإحصائيات اللي أنا كاتباها كمال في الخلفية وصل مياه حيصل في 2029 ل 179 بليون دولار بشكل عام أدت الطورات التقنية في الواقع الافتراضي إلى توسع نطاق تطبيقاته في مختلف القطاعات ويمكن توقع حدوث تطورات أكبر ومعه هو خيال وإنما أصبح واقع مدمج في حاضرنا بل هو مستقبل الإنترنت في العهد القريب إن شاء الله كنت معكم دكتورة غادة صالح وأستاذ مشاري بكلية لينا شكرا جزيلا الباركود لحسابي في لينك دين للتواصل جزيلا شكرا والتقدير لكم دكتورة غادة صالح من الإمارات العربية المتحدة على هذه المعلومات القيمة والنافعة بارك الله فيك وجزاك الله كل خير شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكل اختراع أو تطوير تحديات وإليكم بعض الحلول المبتكرة الممكن استخدامها لتجاوز تحديات التكنولوجيا الابتراضية منها التكنولوجيا المحمولة والواقع المختلط والتدريب المهني وسيقدم لنا سعادة الدكتور أوس وليد إبراهيم أستاذ جامعي زائر في العديد من الجامعات الإماراتية ومدرب دولي معتمد ومدير التدريب في مؤسسة ناشنال للتدريب التطبيقي من الإمارات العربية المتحدة مشاركة علمية جديدة بعنوان تكنولوجيا الواقع الافتراضي الحاضر والمستقبل فضل سعادة الدكتور أوس وليد معكم الصلاحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي لجميع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أنا قمت من مشاركة الشاشة إن شاء الله تكون مواضحة نعم مواضحة بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية أود أنه نأس هذا المشاركين للحضور بحلو الشهر ومبارك نحن اليوم في العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم يسعدني مشرفني مشاركتني في هذا المنتدى العلمي منتدى سباق الأمة والتي ترعام منصة أريد والتي توجه بالتحية الجميع العاملين عليها حقيقة لتاحة هذه الفرصة للتحدث عن موضوعات علمية حديثة أصبحت اليوم حاضرنا بل حتى مستقبلنا ومستقبل أبنائنا حقيقة وهذا حقا هو سباق الأمم كذلك أود أن تقدم بالتحية لجميع الأساتذة المتحدثين الدكتورة غادة دكتور أسامة أسحاق للإضافة لدكتور سيب السويد عنوان مشاركة هذه الأمسية اليوم بعنوان تكنولوجيا الواقع الافتراضي والنيتابيرس الحاضر والمستقبل أنا محدثكم دكتور أوس إبراحي فلنبدأ على البركة الثلاثة طبعا بالتأكيد في السنوات الماضية تطورت التقنيات الحديثة بشكل هائل ومتسارك ويرجع هذا التطور الكبير إلى الإمكانيات والقدرات الحاسوبية المتطورة والهائلة بالإضافة إلى زيادة سرعة الإنترنت بالإضافة بالإضافة إلى الانخفاض الكبير في كلف المواد الأولية وهذا ما ساعت في انتشار هذه التقنيات الحديثة مثل تقنيات الذكاء الصناعي تقنيات البلوكتشين الواقع الافتراضي الواقع المعزز وكذلك عالم الميتابيرس والعديد من مخرجات أو الثورة الصناعية الرابعة لذلك أصبح من المهم جدا التعرف على هذه التقنيات وسأستعرض خلال هذه الورشة القصيرة أهم تطبيقاتها والتي ممكن أن تساعد في نهضة الأمة المحاور الرئيسية التي ستتكلم عنها بشكل سريع سألت مع المؤسسات بسيطة عن الثورة الصناعية الرابعة ومخرجاتها مفهوم الواقع الافتراضي ومفهوم الواقع المعزز بالإضافة إلى مفهوم عالم الميتابيرس باعتبار أن الدكتورة غادة أسهبت بالكثير من المعلومات الوافرة عن الواقع الافتراضي المعزز فسأحاول التركيز أكثر على مفهوم عالم الميتابيرس وتطبيقاته بالإضافة إلى استفاته وبعض المخرجات والتوصيات والتي ممكن استفاته منها بداية من المهم جدا أن نذكر أن الثورة الصناعية الرابعة وهي الثورة الصناعية الحالية والتي تلت أكيد الثورة الصناعية الأولى والثانية والثالثة وهي تسمية تم أطلاقها في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا عام 2016 والتي تعتبر أكيد سلسلة من الثورات الصناعية وتشمل هذه الثورة الصناعية الرابعة والتي يطلق عليها أيضا اسم اندستري فور انبثاق العديد من التقنيات الحديثة على رأسها الذكاء الصناعي Artificial Intelligence تكنوجي البلوكشين الروبوتات والثريدي برينتينج أو الطباعة ثلاثية الأبعاد بالإضافة للعديد من التقنيات الأخرى ومنها تقنية الواقع الافتراضي Virtual Reality والواقع المعزز Augmented Reality والتي نحن بصدد الحديث عنه فلنبدأ بطرح مفهوم الواقع الافتراضي ممكن تعريف الواقع الافتراضي أو Virtual Reality أنه هو محاكاة التواجد الفيزيائي في بيئة افتراضية ثلاثية الأبعاد أكيد مصنوعة من خلال برامج الكمبيوتر أو برامج الحاسب الآلي تم تصويرها أو قد قد يكون تم تصويرها مسبقاً وذلك من خلال ارتداء نظارات أو بعض العناصر المدعومة الإضافية مثل بودة الرئيس مثل ما هو مضح في الصور حيث يحاق المستخدم ببيئة ثلاثية الأبعاد لتبدو كأنها واقعية وتكون مقنعة تماماً للمستخدم بحيث يقوم بالتصرف بنفس الطريقة التي يعيش بها في البيئة الواقعية وأكيد يزداد هذا الشعوب من خلال هذه البيئة كل ما زادت جودة ووضوح هذه الصور أو الفيديو الثلاثية الأبعاد كيف يفن أو كيف يعمل عفواً هذا الواقع الافتراضي الواقع الافتراضي أو البرتشورياليتي أو اختصر البيئة يعتمد على خلق بيئات افتراضية محاكية تماماً للبيئة الحقيقية باستخدام الحاسب وتكمن الفكر الرئيسية في تتبع حركة الشخص حركة الجسم وحركة الرئيس في الواقع الحقيقي حيث يتم إرسالها إلى جهاز الكمبيوتر أو الحاسب والذي يقوم بمحالجة هذه الحركة يميناً أو يساراً وعكسها على الصورة أو الفيديو الثلاثة الأبعاد ليتم عرضها بشكل منتزام لنفس الشخص عن طريق نظارات العرض الهيد سيت أو أياً كانت من أنواع النظارات المتوفرة والتي تحتوي بدورها أكيد على عدسات تساعد على ظهور صورة الحركة هذه بشكل ثلاثي لأبعاد وكذلك الحال أيضاً بنفسه منسبة لي عرض الصوت معلومات تاريخية عن تكنولوجيا الواقع الافتراضي فيرتشوريالتي فإن المفكر الأمريكي آرثر كلارك هو أول من حلم بهذه التقنية ونشر كتاب خيالي اسمه الواقع من نجوم قبل أكثر من نصف قرن من اليوم أما أول واقع افتراضي تم تقديمه فكان عام 1989 وكانت له أسماء أخرى مثل الواقع المصطنع في السبعينات الفضاء الكتروني في الثمانينات والعالم الافتراضي والبيئات الافتراضية أيضاً في التسعينة طبعاً لزيادة أوضع المفاهيم المهمة اللي يطلق عليها أسم الانغماس في تجربة الواقع الافتراضي يحتاج إلى العديد من العوامر الرئيسية والتي تساعد في جعل هذا العالم الافتراضي أكثر واقعية ومن هذه العوامر الرئيسية أكيد محتوى الواقع الافتراضي نفسه وجودة الصورة التي يحتويها ومحتوى الفيديو الذي يقدمه للمشاهد بالإضافة إلى ذلك يوجد العديد اليوم من نظارات الواقع الافتراضي أو الهيد مونت الديسيبلي ايضاً تطلق عليه مختصراً وتتنافس فيما بينها وقد استعرضت دكتورة غادة العديد منها من ناحية ميزاتها وكلفها وأسعارها وقد ظهرت مؤخراً النظارات التي قدمتها شركة أبل بحيث بالرغم من سعرها المكلف بحيث أنها تقدم جودة عالية جداً في تقديم أو تحسين ما يطلق عليه اسم الغماس في تجربة الواقع الافتراضي إضافة إلى ذلك فأن هذه النظارات بكل أنواعها وأشكالها تحتوي على عدد كبير من المستشعرات أو السنسر أو المونشين تراكينج سنسر والتي من دورها تتبع حركة المستخدم وعكسها على الواقع الافتراضي لتعطي انطباع واقع أكثر وأكثر بالإضافة إلى ذلك تحتوي هذه الأدوات على أدوات تحكم أو كنترولرز والتي تساعد على التحكم والتي ممكن أن تكون مقابط في البيت أو قلبس أو كفوف ممكن لبسها بحيث التحكم يكون أكثر واقعية من ناحية الإمساك والحركة وغيرها بالإضافة إلى هذا بالتأكيد فأن الصوت يلعب دور أكثر فكلما زاد جودة الصوت وكانت ثلاثي لأبعاد كلما أعطى انطباع أكثر أيضا في الانغماس في تجربة الواقع الافتراضي فنستعرف بعض استخدامات الواقع الافتراضي وقد ذكرت أيضا دكتورة غادة واحد من هذه الاستخدامات المهمة فيما يتعلق في مجال الصحافة فبالتأكيد هذه التقنية الحديثة اليوم لها العديد من هذه الاستخدامات منها في مجال الرياضة والتدريب الرياضي ومنها فيما يتعلق في مجال السياحة ومنها يتعلق أكيد في مجال الطب والجراحة وممكن استعراض العديد من المشاهد الفيديو المتوفرة اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الانترنت والتي متعلقة في العمليات الجراحية التي يتم الاستعانة في تقنية الواقع الافتراضي في تنفيذها بالإضافة إلى التعليم على القيادة سواء قيادة السيارات أو حتى الطيران بما يسمى بالسيميليشن حيث يتم أيضا استخدام تقنية الواقع الافتراضي في توفير تجربة متكاملة للقاعد سواء كان للسيارة أو للطائرة في التدرب بذيئة محاكاة افتراضية أيضا من استخدامات الواقع الافتراضي فيما يتعلق في مجال البناء والعمارة بالإضافة إلى مجال الترفيه والألعاب بالإضافة إلى التعليم والتدريب العملي في مجال التعليم والتدريب العملي وخصوصا فيما يتعلق في تعليم الحرف وغيرها من المجالات التي تحتاج إلى تدريب عملي يمكن أيضا الاستفادة منها بشكل كبير باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي تقنية أخرى ملازمة لتقنية الواقع الافتراضي وهي تقنية الواقع المعزز Augmented Reality والتي ظهرت بفترة بعيدة عنها مع ذلك فالاتسميتين دائما ما يتلاسقون مع بعض مع الاختلاف في المبدأ بما بينهم لكن دائما ما يتم ذكر الاتنين مع بعض وهناك طبعا ربط ما بين هذه التقنيتين فتقنية الواقع المعزز أو Augmented Reality هي تقنية توسع العالم المادي أي الحقيقي الذي نعيشه وتضيف إلى عناصر بعض العناصر الغير حقيقية أو الرقمية أو الديجتال مثل صور أو كتابات أو مقاطع فيديو أو ترجمة أو أشكال ثلاثية لبعض حيث يعتمد الواقع المعزز على الكاميرا حيث تقوم الكاميرا بعكس الصورة للعالم الحقيقي وتقوم بإضافة بعض الإضافات الغير حقيقية مثل الفيديو مثل ما ذكرت أو النصوص أو الترجمة من خلال استخدام جهاز موبايل أو هاتف ذكي أو النظارات الذكية أو غيرها من التقنيات المتوفرة أما فيما يتعلق في استعمالات الواقع المعزز أو Augmented Reality فأيضا يمكن استخدامه في مجال التعليم من خلال تقديم نماذج تعليمية تكون ثلاثية لبعض توضح الشرح وتوجد العديد اليوم من الشركات والمؤسسات التي تقدم كتب تعليمية مثل ما هو واضح في الصورة في الأسفل وهذه الكتب تدعم تقنية الواقع المعزز بحيث يتم التركيز على صورة معينة أو كود معين فيتم وصفه بصورة من خلال جهاز الهاتف الذكي وتظهر هذه الصورة بشكل ثلاثي لبعض مما يساعد على تسهيل عملية الفهم كذلك الحال فيما يتعلق في مجال الطب أيضا في مجال الأساف المنزلي ظهرت العديد من التطبيقات اليوم والتي ممكن تساعد على توفير أو استعرار شكل قطعة الأساف بشكل ثلاثي لبعض قبل شراءها حيث يتم تركيبها في مكان معين مثلا من الغرفة أو من المنزل ومراعاة ملاءمتها من ناحية القياس والحجم والألوان مع المكان هذا أيضا من التطبيقات أيضا تطبيقات عديدة فيما يتعلق في مجال الصيانة في مجال البناء كذلك في مجال السياحة حيث يتم استخدامه ليستعراض معلومات عن مناطق سياحية أو حتى ترجمة للوحات أو محال تجارية كذلك الحال فيما هو متعلق في التسهيل والألعاب أكيد ومن أشهر هذه الألعاب لعبة بوكيمون جو والتي اشتهرت بشكل كبير قبل سنوات والتي هي تعتمد على تقنية الواقع المعزز بالممكن لإضافة على هذا أشكال المختلفة اليوم الموجودة من الفلاتر على برامج وتطبيقات مثل انستجرام وسناب شات وغيرها فجميع هذه الفلاتر هي أيضا تعتمد على تقنية الواقع المعزز يوجد أيضا مصطلح يطلق عليه اسم الواقع الهجين أو الميكس ريالتي فالواقع الهجين يدمج ما بين الواقع المعزز والواقع الافتراضي في مكان واحد حيث يوفر هذا الواقع أو المصطلح الواقع المختلط أو الهجين إمكانية الدمج ما بين العناصر الافتراضية بالإضافة للعناصر الحقيقية حيث على العكس من الواقع الافتراضي اللي ينشئ بيئة افتراضية كاملة بينما الواقع المختلط أو الهجين يعطي مساحة تفاعل بين العناصر الافتراضية مع العناصر الحقيقية وأفضل تجربة أو خير مثال على هذا هي النظارات التي أطلقتها شركة أبل قبل فترة قليلة وهي نظارات أبل فيجين برو والتي من خلالها شاهدنا العديد من المشاهد بحيث ممكن المستخدم لبس هذه الخودة أو النظارات وأن يتجول فيها في الشوارع في المحال التجاري والباصات بحيث ينظر إلى العالم الحقيقي وتضاف إليه بعض العوالم أو بعض المعلومات أو الشاشات الافتراضية وهذا ما يطلق عليه اسم الواقع المختلط أو الواقع الهجي سأنتقل بشكل سريع إلى مفهوم هو مفهوم عالم الميتافيرس والذي قد يكون هذا المفهوم أكثر غموضاً للبعض حيث تقنية الواقع الافتراض والواقع المعزز قد تكون أكثر وضوحاً للجميع لكن تقنية الواقع الميتافيرس قد تكون أكثر غموضاً وأحاول أن أسرد أو أعرض مفهومها بشكل سريع مفهوم الميتافيرس هو عالم ثلاث الأبعاد يمكن للبشر من خلاله أن يعملوا ويتفاعلوا اجتماعياً من خلال شخصيات افتراضية تسمى الأفتار الميزة الأساسية في هذا العالم أنه لا يختفي بانتهاء الاتصال به بل يبقى موجود ومستمر وممكن رجوع عليه في أي وقت من أوقاته من خلال الناس أو أصحاب الشخصيات الذي يتون إليه حسب تعريف مارك زكربير المدير التنفيذي لشركة فيسبوك والذي قام بتغيير اسم الشركة من فيسبوك إلى ميتا تعريف الميتافيرس حسب رأيه هو أن تكون داخل الانترنت بدل أن تتفرج عليه من الخارج فطوال السنوات الماضية نحن نستعمل أو نشاهد الانترنت من خلال شاشة ثنائية الأبعاد نتواصل من خلال برامج السوشال ميديا وغيرها لكن فكرة الميتافيرس أن أنت تستعمل الانترنت من خلال عالم ثلاث الأبعاد فأن تكون داخل هذا العالم وليس فقط أن تتفرج عليه من الخارج هذه هي فكرة نعم يرجى الوقت تم الإنترنت تسمية عالم الميتافيرس بشكل سريع هي دمج لكلمتين ميتا ويونيفيرس ليظهر التسمية ميتافيرس أول من أطلق هذا المصطلح هو الكاتب نيل ستيفنسون خلال رواية خلال علمي أطلق عليها هذه التسمية في عام 1992 بعض التجارب العالمية لعالم الميتافيرس كوريا الجنوبية قامت بتطوير مدينة كاملة افتراضية هي مدينة سي أول وفيها أكثر من 1076 أو 67 عفوا المشروع واقع افتراضي في عام 2021 بحيث يصل الاستثمار إلى أكثر من 291 مليون دولار أيضا مدينة دبي تعمل على تطوير مدينة دبي الميتافيرس بحيث تكون توأم رقمي للمدينة الحقيقية بحيث تكون مشابهة بكل مبانيها وشوارع هذه المباني الحقيقية أيضا بدأت بعض البنوك في بناء أو تطوير مصارف افتراضية ومنها هذا المصرف مصرف جي مورغان أو جي بي مورغان ويعد أول مصرف أو بنك افتراضي داخل عالم الميتافيرس أيضا أطلقت إمارة دبي أيضا متجر واطلق عليه اسم ميتافيرس مول ويعتبر أول متجر أو مول افتراضي داخل عالم الميتافيرس داخل واحدة من المنصات المشهورة وهي منصة عالم ميتافيرس دي سنترلان بشكل سريع صفات هذا العالم الميتافيرس أولا استمرارية فهذا العالم مستمر سواء دخلنا إلى هذا العالم أو لم ندخل فهذا العالم موجود مستمر والعديد من الشركات بدأت تستثمر فيه وتحجز مواقعها بل تشتري حتى قطع الأراضي الهوية الرقمية أنه كل إنسان أو شخص ممكن إلا الدخول إلى هذا العالم عن طريق الهوية الرقمية وعن طريق الأفتار مثل ما سميناها أكيد من ميزات هذا العالم الميتافيرس هو الانغماس وكل ما زادت الإمكانية والجودة في الصورة والفيديو وكل ما زادت الانغماس في هذا العالم بالإضافة إلى إمكانية التملك حيث كل شخص بإمكانه البيع والشراء عن طريق العملات الرقمية داخل هذا العالم وبدأ مثل ما ذكرت بالفعل بيع العديد من الأراضي أيضا من صفاته هي إمكانية التنقل من عالم إلى آخر أو مطلق عليه اسم تليبورتينغ من عالم إلى آخر أو من مدينة إلى آخر بشكل سريع بالإضافة إلى ذلك إمكانية خلق المحتوى داخل هذا العالم بشكل مختصر حتى نوضح الفرق بين الميتابيرس والواقع الافتراضي فأن الميتابيرس هو عالم افتراضي مستمر مثل ما ذكرنا موازي العالم الحقيقي أما الـ VR أو الواقع الافتراضي فهي التقنية في القودة وغيرها التي تمكنني من الدخول إلى هذا العالم أختصر بشكل أخير بعض المخاطر فيما يتعلق في الميتابيرس وأيضا الواقع الافتراضي منها الخصوصية وهي أيضا مشكلة موجودة حتى في وسائل التواصل الاجتماعي وممكن التزيد هذه المشكلة في العالم الافتراضي أيضا وعالم ميتابيرس بالإضافة لهذا مشاكل الكراهية والتنمر والموجودة أيضا على السوشال ميديا والتي هي ثنائية الأبعاد فما بالكم إذا كانت ثلاثية الأبعاد أيضا فيما يتعلق في مخاطر افتراض والمخاطر الأمنية بالإضافة لمخاطر لبس الخوذة والتكلمت عنها أيضا أستاذ دكتور غادن والبصر والصداع وغيرا هذه المشاكل الصحية بالإضافة للمشاكل الاجتماعية التي ممكن تسبب في عزل الأبناء والأطفال حتى والطلبة عن أهاليهم بشكل أكبر كلما انغمسوا أكثر في هذا العالم على الميتابيرس سأنتهي ببعض المخرجات بشكل سريع والتوصيات فبالرغم من التحديات والمشاكل والتي ذكرتها بشكل سريع فلابد أن نعرف أن هذه التقنيات الحديثة الواقع الافتراضي والمعزز والميتابيرس هي المستقبل فهي الحاضر والمستقبل فمن المهم جدا تدريب أبناءنا عليها بل حتى نحن على استخدامها في مجالات عديدة ممكن أن تكون في المستقبل قريب في قدمة العملاء وفي المجال الطبي وعلى الخصوص أكيد في مجال التعليم فمن المهم جدا الاهتمام في هذه التقنيات أضف على هذا فيما يتعلق فيه ما ذكرته واللي يطلق عليه اسم التوأم الرقمية حيث سنشهد قريبا جدا العديد من المدن التي سيكون لها توأم رقمي للمباني أو المدن الحقيقية فائدة هذه التوأم الرقمية هي موضوع التحليم ومراقبة الأحداث والبناء والتصاميم من مشاريع قبل تنفيذها في العالم الحقيقي من خلال تنفيذها في هذا العالم الافتراضي وهذا سيتيح أكيد فرصة أكثر لاكتشاف الأخطاء وتصليحها قبل وقعها بالنهاية شكر الجزيل لأعطاء هذه الفرصة وشكرا لحضراتكم مرة أخرى وأشيركم لحسن الاستماع إن شاء الله أراكم في مرة أخرى هذه أيضا مواقع التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزيل الشكر والتقدير لكم دكتور أوس وليد إبراهيم ودير التدريب في مؤسسة ناشنال على هذه المشاركة القيمة تقبل الله منكم وزادكم إبداعا وتميزا لكل منتج أو خدمة يتطلب تحسين وتطوير ومن هذه التحسينات تحديل ملاحظات المستخدمين وتحديد الأولويات وتطوير خطة العمل ومعكم سننتقل أعزاء الحضور إلى سعادة الدكتور أسامة إسحاق حاصل على شهادة الدكتورة في إدارة الأعمال من جامعة مارا للتكنولوجيا في ماليزيا أستاذ مشارك في كلية الإدارة من جامعة لينكولن ماليزيا أستاذ زائر بجامعة جواندوغ الصين عنوان مشاركته كيف سيغير الواقع الافتراضي والواقع المعزز العالم تفضل الدكتور أسامة معكم الصلاحية السلام عليكم جميعا الصوت واضح نعم دكتور واضح بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتأكد إذا الشرائح بتكون الشرائح ما بكم واضحة نعم دكتور واضح تفضل طيب السلام عليكم جميعا إن شاء الله رح ندردش شوية يعني إن شاء الله تكون أمسية ثقافية ندردش فيها نوعا ما من الناحية الفلسفية والفكرية عن توابع وجود الواقع الافتراضي والواقع المعزز في عالمنا اليوم مش رح ندخل في التخصص كثير في الأشياء لهيات تقنية كثير ولكن بنحاول نحن قدر المستطع نفتح جزء من الأبعاد والمدارك والرؤى اللي بتحصل في عالم اليوم خاصة مع وجود العالم المفترر أو المعزز حاليا طيب أنا في بداية اشتري الجميع بس النوم يتخيلوا معي إنكم إن في ستة أشخاص متواجدين الآن على القمر وهذو لستة الأشخاص قاعدين يشوفوا إلى الأرض الشخص الأول قاعد يشوف إلى الأرض بالعين المجردة فهذا أول الأشخاص من الستة الشخص الثاني قاعد يشوف بأداء أخرى وليس بالعين المجردة ولكن من خلال الأشعاء تحت الحمراء فالأول سيرى الأرض بالطريقة اللي أنتم شايفينها الثاني سيرى الأرض بالطريقة مختلفة عن الأول لماذا؟ لأنه يستخدم أداء أخرى لاستقصاء العالم الخارجي من خلاله طيب لو في شخص ثالث مع أداء أخرى لأشعاء فوق البنفسجية ويرى الأرض من خلال هذه الأداء كيف سيرى الأرض؟ سيرىها بالشكل اللي أنتم تشوف والعين أمامكم ماذا اللي بيخلي الأول والثاني والثالث يرى الأرض بشكل مختلف؟ الأداء المستخدمة لرؤية الأرض والاستقصاء العالم الخارجي طيب لو في شخص رابع لديه أداء أشعاء فوق بنفسجية شديدة سيرى الأرض بالطريقة اللي أنتم شايفينها طيب لو في شخص خامس معه أشعاء سينية يرى الأرض بأداء مختلفة سيرىها بالشكل اللي أمامكم في رقم خمسة طيب لو في شخص سادس عنده أداء أشعاء غامة سيرى الأرض بالشكل الذي أمامكم طيب السؤال الآن الذي سيكون مطروح الآن من من الستة يرى الأرض كما هي عليه في الواقع الخارجي؟ هذا هو مفتاح للعالم الإفتراضي والواقع المعزز والواقع الممدد والميتافيرس إذا فهمنا البعد الفلسفي في البداية وأن هذه الأدوات ستفتح لنا مدارك جديدة في العالم التقليدي والواقع اللي إحنا عايشينه ممكن نبدأ نطرح الأسئلة الصحيحة في البداية لأنه بأشخاص قد ربما يقولون أنه الأول هو الذي يرى الأرض كما هي عليه طيب لو سألتوا ليش الأول اخترت الأول أنه يرى الأرض كما هي عليه سيقول أنه بالعين بيشوفها بالعين أكيد أنه بيشوفها بالعين لكن هل هي العين تعكس الواقع الخارجي كما هو عليه أم فقط العين تعكس قدراتك فقط لرؤية العالم الخارجي لنفترض أن نحن استطعنا تطوير العين هل سنرى الأرض بشكل مختلف وهل ستصبح الأرض شيء آخر أم هي ما زالت الأرض إذن السؤال من يرى العالم الخارجي كما هي عليه أو أن الموضوع مجرد أدوات وكل مننا يحاول من خلال أداته أن يستقس العالم الخارجي من خلاله بينما العالم الخارجي الواقعي الذي نسميه الحقيقية هو كتربما يكون مفصول أو معزول عن أدواتنا كما نتخيله إحنا طيب خلونا نشوف مثلا العين مثلا معنا كائن حي اسمه سحلية السمندو هذه سحلية لا يوجد عيون أصل لها لاستقصال العالم الخارج لو سألت سحلية السمندو الآن ما هو عالمك الخارجي ما هو العالم الواقعي ما هو العالم الحقيقي لك كتربما تقول له إجابة مختلفة عن إجابتك أنت بينما هو كائن موجود يعيش ويحضر ماجسير ودكتوراه ويتزوج ويخلف وعنده عالم المستقل يعني زيك زيه طيب أيش اللي فريق عنده أداء ما عنده أصلا أداء تلعين حتى أنت لما تسأله كيف ترى العالم الخارجي ترى كلمة ترى ليست في قاموس سحلية السمندو يعني يقول لك أش تقصد بكلمة ترى لأنه قاموسي لا يشتمل على المصطلح الجديد اللي أنت رميت لي أول شي فسر لي معنى ترى إذن ما هي الكلمات اللي ليست موجودة في قاموس الإنسان اللي ممكن نطرحها الآن ندخلها في قاموس الإنسان مثل ما سحلية السمندل بالنسبة للرؤية عالم الحبار مساس الدماء اللي بيعيش في قعر المحيطات لو سألت ما هو عالمك الواقعي الحقيقي الافتراضي عالم آخر وكلنا نعيش على نفسه لهذا الكون سمكة الورنة أبيض وأسود ترى فقط أداتها هكذا ترى أبيض وأسود لا ترى الألوان الأخرى عين الإنسان ترى أشكال ألوان هذا هو عالم الإنسان بحكم الأداء التي يرى من خلالها طيب الفراشة مع 17 ألف عين مستقلة وصغيرة وترى أشعب فوق بنفس الجية كيف ترى العالم الخارجي هل ترى كما يرى السمندل كما يرى السمكة الورنة هل كما يرى الإنسان لا لأنه أداتها قبط ربما من ناحي البلوجية أرقى من أداتها الإنسانية والعين كما أدات العين الإنسان أرقى من الأدات سعيلة السمندل طيب من أرقى الأدوات التي تتسقس العالم الخارج من خلال الرؤية اللي هي الجنبري الجنبري لديه 12 مستقبل لوني بينما الإنسان يمتلك ثلاثة مستقبلات لونية الجنبري أيضا يرى يستطيع أن يرى الأشعاء تحت الحمراء في قلب النفسي لو افترضنا نحن خلقنا عالم افتراضي وتحدثنا مع الجنبري ومع الفراشة ومع سحلة السمندل وعملنا جلسة افتراضية وتسألنا عن العالم الذي يشوف كل شخص من هذه الكائنات ربما كل واحد في عالم مستقل ومختلف كليا بسبب الأداة التي يراها كل كائن أو كل شخص ولذلك إذا سألنا من يرى العالم الخارجي كل كائن سيجيب بطريقة مختلفة والسبب هي الأداة التي نستخدمها لاستقصال العالم الخارجي والكائنات كثيرة وأدواتها كثيرة في العالم الخارجي وصل الحال إلى حتى الفلاسفة جورج بيركلي اللي هو بيقول للفيلسفة الإيرلندي هو بيقول حتى العالم الخارجي غير موجود الأشياء في العالم الخارجي غير موجودة وإنما هو انعكاس لتفكير الإنسان بمعنى أن الأشياء موجودة في الدماغ وليست موجودة في الخارج وهذا طبعا طرحا نقدع عليه وأن العالم الواقعي موجود ونستطيع أن نلمسه ولكن شوفوا الاكستريما والتطرف مش التطرف من ناحية السلبية وإنما أقصى الرؤية أنه يقول لا حتى العالم الخارجي غير موجود وإنما هو موجود في أدمغتنا وأدمغتنا ترسم العالم الخارجي إذن السؤال لو استطعنا تطوير إمكاناتنا العقلية من وجهة نظر جيل برد هل سيتغير العالم الخارجي؟ لو استطعنا تطوير العين هل سنرى عالم آخر؟ سينطبق نفس السؤال على العالم الخارجي ورؤيتنا للعالم الخارجي ليس من خلال أداة العين فقط وإنما من خلال أدوات أخرى فكرية وفلسفية وأيدولوجية كلها بناء على أشياء كبربما مختلفة وكل شخص زي ما كانت العين ترى العالم بمنظور مختلف أيضا البشر يرى العالم بمنظور مختلف والسبب هنا ليس مادي وإنما أيدولوجي ومعنوي اختلاف العالم الداخلي من ناحية الفكر ومن ناحية الأيدولوجية يجعلك ترى العالم بشكل مختلف ويجعلك لا تدرك لماذا الشخص الآخر يفكر بالطريقة الأخرى مثل نفس الفراشة والجنبري والإنسان والسمندل كل شخص الله قد ربما يتفاجأ وقد ربما يشعر بالغرابة لماذا الفراشة ترى بالطريقة هذه نفس الحكاية كل شخص من الجانب الفكري وكل زعيم وكل شخص يرى العالم من منظور مختلف بسبب الطبيعة الفكرية والأيدولوجية لو شفتوا اللي أمامكم الآن وسألتكم ما هي هذه الصورة اللي أمامكم ترموه أحد يقولي أوراق ولا خشب ولا أيش هذه عبارة عن حافة ورقة تحت المجهر طيب أيش اللي خلانا نشوف العالم الصغير هذا هي الأداة التي جعلتنا نرى عالم آخر مختلف عن العالم اللي احنا متواجدين فيه طيب الصورة هذه اللي أمامنا عبارة عن أيش طيب ما تقولي أيش هذا جبل صخرة لا عبارة عن شعرة من اللحية تحت المجال نرى عالم مختلف كليا لاحظوا مثلا أمامي اللي أمامكم هذا هذا الصورة اللي أمامكم كون مستقل بحد ذاته ولكنه عبارة عن قطرة ما مكبر خمسة وعشرين مرة وين هذا الكون المخفي علينا هو مخفي عليك أنت لأن أداتك لا تسمح لك برؤية هذا الكون وإنما هذا الكون موجود بمعنى أنك محبوس ومسجون ضمن قدرات أدواتك فقط أما هذه الأكوان موجودة وهي مقاسة ومصورة إذن ما الذي يجعلك ترى ولا ترى تدرك ولا تدرك هي الأدوات إذن السؤال هل لو كان لدينا أدوات أخرى هل من الممكن أن ننغمس وندخل في عوالم أخرى نعم وهذا أكبر دليل لو سأل شخص قبل خمسمائة ستمائة سنة قبل ألف سنة عن العالم المجهري هذا كون من العالم المجهري من فيروسات ومكروبات كان مخفي عليهم كليا ما الذي جعل هذا الكون ينفتح للعالم الجديد هو الأداة الجديدة التي سطعنا من خلالها أن ندرك هذا العالم الجديد طيب هذا هو الأشياء كيف نستطيع أن نرى العالم الخارجي بمعزل عن السجن الذي ولدنا فيه التي هي أدواتنا هل نستطيع أن نطور هذا الشيء طيب الصورة الأمامكم من الصغير إلى الكبير في الكون فيطرح السؤال ما مقدار الشيء المدرك أو المرئي للإنسان من هذا الكون وليس لو جسنا قلنا صفر فاصل صفر 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 لا شيء أنت لا تدرك ولا ترى إلا الشيء اليسير من هذا الكون سواء كان العالم المجهري أو العالم الكوني على مستوى المجرات طيب ما الذي يجعلك غير قادر أن ترى هذا العالم المجهري والعالم الكبير هذا إلى الآن إلى الآن أقول إلى الآن قد ربما يريد المستقبل يحصل شيء جديد هو الأدى أنت محصور ومسجون ضمن أداتك التي لا تستطيع أن تتجاوزها هل بالإمكان أن نتجاوز قدراتنا وأدواتنا مقارنة بالكائنات الأخرى الكائنات الأخرى محبوسة ضمن أدواتها لا يستطيع الجنبري تجاوز عينه والفراشة لا تستطيع أن تتجاوز عينها وسحلة السمندرس ستطلط الحياة بدون عيون إلا إذا حصلت الطفرة في الجانب الجين لكن نحن معنا أداء أخرى جعلت مننا كائنات مختلفة نوعاً وهي أدات العلم وهي أدات التكنولوجيا جعلت مننا ندرك أن هناك عالم آخر غير الذي نراه من خلال عيوننا وغير الذي ندركه من خلال عقولنا وهذا هو الشيء الجديد في الموضوع أدات العلم أدات التكنولوجيا فتحت لنا عوالم ومدارك جديدة لم تكن أصلاً موجودة ضمن قاموس الكائنات الحية على مدى ملايين السنين في هذا أيضاً على مستوى الجانب السياسي والاقتصادي وغيره طيب الثور الصناع الرابع ومدى فتح المدارك الجديدة للعالم هذا هو السؤال الآن أنه هل في عوالم جديدة ممكن ندركها غير العالم الواقعي أو التقليدي لأمامنا في عالم قاعد يخلق غير ما هو صغير وغير ما هو كبير عالم موازي عالم افتراضي غير العالم المدرع إذن إذا كنا نحن محبوسين أصلاً ولم ندرك العالم التقليدي الأمامنا خارجياً فما بالكم بإنشاء عالم افتراضي جديد بمعزن على العالم نحن للأمانة أشوف أننا مقبلين على سنوات من النشوة ومن الخوف ستتغير مفاهيم ومصطلحات ستتغير فلسفات وأيدولوجيات والذي لم يدرك ولم يرى ما سيحصل في المستقبل القريب أعتقد عليه أن يعيد قراءته للواقع الثورة الصناعية الأولى التي حصلت في تقريباً 1984 كانت عن جعل الشيء عن المكننة مصنع بسيط وانتقلنا من خلالها إلى جانب الكهرباء وهذا الثورة الصناعية الثانية ليس معنى أنك انتقلت إلى الثورة الصناعية الثانية أنك توقفت عن استخدام أدوات الثورة الصناعية الأولى لا ما زلنا نستخدم المكننة ونستخدم الأشياء الميكانيكية وإنما ظهرت أداة جديدة وهي الكهرباء في الثورة الصناعية الثانية جعلتك تستطيع أن تدرك أشياء جديدة في العالم الخارجي وتوسع مدارك وقوتك لاستخدام مهاراتك في العالم بمعنى أنه ما زال استخدام الأشياء متاح في الثورة الصناعية الثانية والثالثة ظهرت مع الإلكترونيات طيب هل معنى ذلك أننا وقفنا استخدام الكهرباء لا هل وقفنا المكننة لا وإنما تخيلوا معي الشخص الذي ما زال مصر في الثورة الصناعية الثانية أنه لا المكننة والكهرباء مؤامرة دولية ولا يجب أن نستخدمها وأنها ستدمر البيئة والمفاهيم والأخلاق عليك التبني وعليك بمواجهة الواقع كما هو عليه ثم عليك طرح الأسئلة الصحيحة لمواجهة هذا الواقع أما أنك تحاول بنظرية المؤامرة أو بنظرية أنه خليل الناس يمشوا وبعدين نحن بنجي بعدها لا تخيلوا معي في الثورة الصناعية الثالثة أنكروا الإلكترونيات ويقول لك ما فيش داعي الإلكترونيات خلونا على الكهرباء ستغرد خارج السرب الناس سيتقدموا وأنت ما زلت في الخلف منتظر الإبداعات والابتكارات من الآخرين وهنا هو المغزل أن نعيش الآن تقريبا في الثورة الصناعية الرابعة ما تسمى بالأنظمة الصيبرانية وما زال مفكرين ومجتمعات ومنظمات عايشة بعضها في الثورة الصناعية الثالثة وبعضها في الثانية وبعضها ما زالت في الأولى ليش؟ لأنه ما زال في أنه خلي الناس يبدأوا وإحنا بعدهم لا وهذا النقطة أنه من بدأ في الثورة الصناعية الثانية انطلق ومن بدأ في الثورة الصناعية الثالثة في زمنه انطلق ومن سيبدأ في الثورة الصناعية الرابعة اليوم سينطلق والموضوع راجع لك كفرد كمنظمة كشركة كدولة كحكومة كحزب أن تنطلق في هذا العالم وأن تزيح جانبا بعض نظريات المؤامرة وأن ستدمر أخلاقنا لا هذه واقع وهذا موجود الآن حاول أن تستخدمها في المجال المناسب يمكن ذكروا إخواننا عن كلاوس شواب الذي يقول في أول كتب عن الثورة الصناعية الرابعة تقريبا يقول أنه ستؤثر على جوهر تجربتنا على جوهر وليس على أشياء الثانوية بمعنى قال أنه ثورة تكنولوجيا هذه الثورة الصناعية الرابعة ستطمس عجبتني كلمة طمس الخطوط الفاصلة بين المجالات المادية والرقمية والأشياء الخطيرة اللي هي البيولوجيا والناس الذين كنت تحدثوا سابقا في المنصة نتكلم عن البيوتكنولوجيا والنانوتكنولوجيا والأشياء هذه مدركين لهذه الأبعاد أنه الموضوع قاعد يتداخل سيستم انتغريشن ليتكامل الأنظمة لم يعد الذكاء الصناعي يشتغل بمعزل عن الواقع الافتراضي والواقع الافتراضي بمعزل على انترنت الأشياء وانترنت الأشياء بمعزل عن البيانات الضخمة الجميع الآن يتكاتف والشركات الآن تعمل لدمج هذه التقنيات ليصبح مثل النظام المتكامل أنا أراه أنه في العالم البشري من شط نظري قد ربما من خلال قراءة متواضعة أنه في لحظة ما في التاريخ البشري قرر لسبب أو لآخر أحد أبناءنا البشريين أو الجنس البشري أنه يستخدم أداة بسيطة في عصر الصيد قال بدل ما أتصارع مع الحيوانات في الغابة لماذا لا أستخدم عصاه وعندما استخدام العصاه هذه كانت أول استخداماتنا للتكنولوجيا استخدام الرمح أو الحجر لقتل الحيوان من أجل الحياة وهذا عصر الصيد كانت فكرة إبداعية كانت فكرة ابتكارية من إنسان لسبب أو لآخر لأننا مهتمين لماذا يرجع إلى بعض التاريخ البشري لماذا بدأ عصر الصيد باستخدام الأدوات البسيطة ثم فكر الإنسان بفكرة إبداعية أخرى وأداة تكنولوجية جديدة وهي وضع البذور في الأرض وهذه أداة تكنولوجية جديدة أنه بدل ما أجلس والله أنا لاحق لك الحيوانات في الغابات لماذا لا أستقر وأزرع هذه الأرض فحصلت الزرعنا هي تحويل الاعتماد على الصيد على الحيوانات إلى زراعة الأرض نفسها وحصلنا من الاستقرار ثم فكر الإنسان من خلال تطوره إلى أنه قال والله أنا ممكن يحول الجهد العضلي اللي قاعد أزرع وامساك وازرع وازرع لماذا لا نحول الجهد العضلي إلى ميكانيكي وظهرت اللي هي ثورة المكننة تحويل الجهد العضلي البشري إلى ميكانيكي استريح؟ نحن سنقوم بالعمل ثم ظهرت ثورة جديدة لها الظهرة والإنسان مع الآلة مع الكمبيوتر تسمى الرقمنا كيف نحول ليس فقط جانب ميكانيكي نحول الجانب الميكانيكي إلى جانب رقمي اليوم لم نعد حتى نعيش في الجانب الرقمي ما زالت موجودة مثل الكهرباء مثل الجانب الآل كلها موجودة لكن ما هو الجديد؟ مثل ما حصل انتقال في الثورة زرعنا إلى المكننة الجهد العضلي تحول إلى جهد ميكانيكي من الرقمنا إلى الذكننا تحول الجانب الذكائي من البشر إلى الآلة وهنا المفصل يكون السؤال هل نحن بحاجة إلى البشر؟ طيب إذا تحول الجهد العضلي إلى ميكانيكي وتحول عصر الذكننا إلى الذكاء الاصطناعي إذن السؤال سيكون البشر أين مكاننا؟ أين محلنا من الإعراء؟ أصبح هل ما زلنا نحن مركز الحياة؟ ومركز الكون؟ وما زلنا نحن نقود أو نمسك فرشات الرسم ونرسم بها على الأرض؟ أم هناك من أصلا مسك الفرشات عننا وبدأ مشوار جديد للرسم بمعزل عن البشر لم نقل أتى الوقت وإنما بعض الملامح بدأ التظهر ومن لا يدرك ومن لا يفكر ومن لا يستشعر ومن لا يرى ما هو قادم سيعيش ضمن عالم الصغير الموجود حاليا وهذا هو اللي نحن بنقول أنه في هذه الثورات زي مثلا نأخذ مثال أنه والله أنت على أيام واحد وكانت أموت صحي مثل هذا على أيام الزرعانة بدأ المنبه مكننا ينبهك وبعدا بدأ التلفون ديجيتال ينبهك يصحك من النوم الآن في في أدوات ذكاء الصناعية عارفة كل شيء متى بتصحى في أيام الإجازة وغير الأيام الإجازة وكذا فهذا هو الشيء اللي نحن بنقول أنه زي مثلا في البنك تروح للكاونتر هذه أيام الزرعانة ولا شيء هذا بعدين في الميكانيكيا عملوا لك الأي تي أم وبعدا الآن من خلال التلفون الديجيتال الرقمنة الآن الذكاء الصناعي ممكن يعمل لك كل شيء تخطيد وكله من خلال الذكاء الصناعي عامل البريد في وقت الزرعانة كان يأخذ صند البريد ويروح يوزع في عالم المكننة تحولت إلى الآلة المشين بدأت توصل البريد الرقمنة أصبح الإيميل وفي عالم الذكاء الصناع أصبح هو الذكاء الصناع هو يكتب لك الإيميل وهو اللي يرد عليك طيب هنا السؤال أنه وين مكان الإنسان محلو من العرب بل وصل البعض أن يسأل سؤال أنه ماذا بعد الذكننا إذا حل الجهد العضلي للإنسان حل محلو المكنة وإذا حل الذكاء محل الذكاء البشري في الذكننا فما هي الجانب الجديد من الموضوع هل ممكن أن نستشرف الواقع هنا الذي بيقوله أنه إذا كان الإنسان عاش الوحده في أيام الزرعانة وعصر الصيد مع بعض الأدوات ثم عاش مع الآلة ثم عاش مع الآلة ومع الكمبيوتر ثم عاش مع الآلة والكمبيوتر والمشين هذه والذكاء الاصطناعي هناك من يستشعر أن الخطوة القادمة هو إزاحة الإنسان ودخول الذكاء الاصطناعي بجميع أشكال وليس الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن روبوت يتحكم الذكاء الاصطناعي يتكلم عنه بجميع أبعاده أنه خلص الإنسان انتهى واصبح ذكاء الاصطناعي بمراحل يتجاوز فيها هنا يطرح السؤال تمام؟ هنا أيضا أحب أن أنوه إلى أنه بعض الأشخاص يقولوا طيب ما هي المجالات اللي ممكن نحن نتكلم عليها في أعمدة الثورة الصناعية الرابعة أنا ممكن أن ألخصها لكم وفي آرة أخرى من بعض المجالات وكتاب اللي هي كنتظرون أن تتكلم عن الذكاء الاصطناعي تعلم الآلة روبوتس البيانات الضخمة تقنية تخزين البيانات في الحنب النووي انترنت الأشياء الشبكات الجيل الخامس لاتصالات من ضمنها الواقع الافتراضي والواقع المعزز الحين في إطار أنه جزء لا يتجزأ والذي ينظر لتقنية ما بمعزل عن التقنيات الأخرى هنا مشكلة لا بد أن أن صح أنه صعب أنك تكون مختص في جميع هذه التقنيات يكاد يكون من المستحيل إذا كان عندك ذكاء اصطناعي يتجاوز إمكاناتك أنت لكن أنا أنصح أن الجميع يبدأ ولو بشكل بسيط أن يدرك مجالات أخرى وبعدها الفلزفي وما هي بالضبط هذه الأدوات وكيف ممكن أن نستخدمها في مجالاتنا وفي حياتنا اليومية طيب السؤال لن نقدر بعض الأشخاص يسأل أنه لا هذا عبارة عن تكنولوجيا وخاص بالكمبيوتر ساينس وما لا نحن في العلوم الاجتماعية نحن في العلوم الهندسية نحن في العلوم الطبية نحن في الفلسفة نحن في الدين في الشريعة ما لن نشخص في الموضوع هذا أنا من وجهة نظري لا أستطيع أن أرى مجال من وجهة نظري قد روما تكون مخطئة لا أستطيع أن أرى مجال الآن أمام عيني بعيداً عن تأثير الثورة الصناعية الرائبة وأدواتها الجميع سيتأثر صحيح صحيح أنها متفاوتة ما بين تأثير بنسبة تسعين في المئة وأكثر وما بين عشر وعشرين في المئة لكن لا أستطيع أن أرى تخصص أو مهنة لن تتأثر بالذكاءة الاصطناعية أو الثورة الصناعية الرابعة من جميع مجالات الثلاثة عشر اللي حين تكلمنا عليها قبل قليل فالذي يقول أنه أنا بعيد عن الموضوع هذا أنت مخطئ فالجميع لو مفترضاً وهذه شجرة المعرفة واحد بيسأل طيب أشدخل مثلاً علوم البيئة ولا النبات ولا الجغرافية صدقوني أنا قد ربما مطلع بشكل متواضع في المجالات هذه لا يوجد مجالاً يتأثر بالثورة الصناعية الرابعة ولذلك عليك عليك أن تعيد حساباتك حتى لو كنت في فن الطبخ حتى لو كنت بتلعب كرة حتى لو كنت تكتب شعر الآن بدأت أول الكتب تظهر الإبداعية من خلال الذكاء الصناعيين هو ما بالك بعد عشر عشرين سنة كل التخصصات ستتأثر من خلال الثورة الصناعية الرابعة عليك أن تبدأ وتكون مبادر لترى ما كيف ممكن أن تقود وتمسك زمام المبادرة في هذه الثورة التي قاعدة تحصل الآن بداية الألفية ولن بدأت تطرع عوالم جديدة لكن يفترض مننا كأفراد وكشركات وكحكومات وكأمة أن نبدأ فعلا أن نضع اللبنات الأولى كفلسفة كأيدولوجية كرؤية كخطة كيف ممكن أن نسغل بينما الأمم الأخرى لأنه أنا عجبني عجبني المصطلح أنه سباقة الأمم بعضهم يسميه صراع الأمم بعضهم يسميه سباقة الأمم للأسف الشديد هذا هو اللي نقول لكم للأسف الشديد أنه واقعنا ما زال مزري للأمانة بنحاول قتل المستطاع نحن نلحق ولكن في مبادرة جيدة لكن لاحظوا أنتم بس أنتم مثلي مثلكم عرب ونحن عارفين ماذا يتصدر عنوين العقل العربي اليوم يتصدر أيدولوجيا الدينية ومذهبية وسياسية وعسكرية وكذا بينما متى تسمع هذه المصطلحات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء والطباعة الثلاثية الأبعاد والبايو تكنولوجي والنانو تكنولوجي هذه المصطلحات غير موجودة إلا في غرف موجودة في غرف المختصين تحسوا منغمسين في عالمهم داخل الغرف وقاعدين يبحثوا بمعزل عن المجتمع بينما العوالم والأمم الأخرى قاعدة تنطلق وتشوف تأثيراته الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والسياسية والعسكرية وإحنا ما زلنا نشوف أنه والله سني وشيعي ومذهبي وصولي ونابضي وناصبي وهذا وهذا الذي شاغلنا اليوم يعني لا يمنع أن فيه ناس يظل في العالم كله ناس يعني ينظروا للعالم بنظر سطحي لكن هذا ما يشغل الرأي العام هذه المشكلة العربي والإسلامي فيه مبادرة جيدة ليست مخفية لكن أنا أتمنى أن يحصل انزيع في التفكير إلى اتجاه هذه الأدوات لنا ستؤثر حتى فكريا البعض يرى أن الثورة الصناعة الرابعة بعض المتفائلين أني ستقود التخصصات والمفاهيم التي أمامكم ستقودها هذا المتفائل أنه والله هذه الثورة الصناعة الرابعة والباقي سيكون مربوط ومتأثر من خلال لكن المتشائمين يرى أنه لا والله الثورة الصناعة الرابعة ستبتلع المجالات كلها وللأماننا حتى أنا أول المتضررين أحس أنه كم سنة وهذه مجالنا التدريس والمحاضرات هي بدأت هي بدأت يعني وأنا للأمانة فقدت حتى فقدت الشغف حتى في في نوع التدريس التقليدي وأنا حاول أعيد اكتشاف النفسي لأنه لما أنا وصلت لمرحلة أنه ماذا بعد يعني كل المجالات أصبحت متوفرة ومن أعلى ومن أعطى الدكاترة في العالم ومجانا وكذا أنا قاعد أضيف حتى الكلمة هذه أنا أحي أنا أحي أحي أنا في هذه الكلمة ومعظم الكتب والمقالات من أعتى أقول العالم موجودة فهند أحي أحي أنت تسوي أنت هو صراع بداية صراع الفكري بيننا وبين الجيل الجديد من التكنولوجيا ولذلك أنا أتمنى إبدأوا إقرأوا عن المهارات التي تهمنا في عصرة لديك أولاد لديك مهمة في المجتمع ولديك مهمة في الأسرة ولديك مهمة في الأمة وفي العالم ككل ليست فقط صراع أمم وسباق أمم هو قد ربما نسميه أمة واحدة وهو العالم كله قد ربما يقول الواقع التقريدي مختلف وهناك صراع أمم وهناك حروب وهناك مصالح وهناك مؤامرات لا تخفى على أحد ولكن لابد أن نبدأ نضع مصطلحات جديدة في عالمنا اليوم وهي أمة واحدة نحاول أو نغرس بذور هاليوم لأنه إذا لم ننجو زي ما قلت لكم إذا عندما تنظر الأرض من الفضائل لا ترى خوكب أزرق صغير لذلك لما تجي تشوفه حيانا زي ما احنا نشوفه النملة حيانا تجي تشوفه وتضحك عليه لذا واحد من فوق قاعد يشوفه وقاعد انتصار وقاعد يطلق صاروق وهذا يقول لأشي قاعدين يسوه ببعضهم البعض في تقارير جيدة وأنا أتمنى الناس طبعا اللي بحب يشارك السرايدات هذه لأن الوقت محدود فممكن يطلب من المنظمين للحصول على هذا 555 مليون تطورة العين حاولنا من خلال استكشاف الواقع ظهر بعدها المجهر في عام 1590 ظهر الميكروسكو في 1825 بنحاول قطرة مستطاعة نحن نستكشف الواقع بمعزل عن الحاجة البيولوجية لهذا الواقع 1953 الـ 3D المتواضعة 2016 بدأ زوكنبرغ يتنطط على المنصات ويبدأ يقول والله خلونا نبدأ في هذا العالم الافتراضي هذا نستكشف العالم من واقع جديد ظهرت اللينس يقول لك والله العين خلونا نساعد العين بعدسات جديدة ظهرت في 2021 بالإعلان عن الميتا والميتا فيرس والآن قبل يمكن أسبوعين أول تجربة ناجحة تكلمت عليه الصحف العالمية اللي هي استطاع شخص أن يحرك الماوس من خلال العقل وهذه صراحة أنا أشوفها ثورة مخيفة وممتعة في نفس الوقت صراحة لأنه الآن الموضوع لم يعد حتى أنه ما هي الأداة التكنولوجية الخارجية اللي ستستخدمها ماذا لو أصبحت الأداة التكنولوجية جزء منك أنت كيف سيكون شكل العالم الخارجي وهنا بدل أن تبحث في الإنترنت في الخارج يكون الإنترنت مغروس داخلك وهذا كانت سابقا للأمانة ساينس فكشن كانت عبارة عن علوم أو خيال خيال علمي اليوم أصبحت بحوث وشركات وعندما نتكلم عن إيلون ماسك نتكلم عن مليارات من الدولار برغماتية رأسمالية ما يحطش فلوسه وفي شيء لا يمكن أن يأتي منه نفر زوكنبرغ ما يتحولش للميتا ولا لأنه صنف فقط يصحح نظرات في فيسبوك بسبب ما حصل فيها لا الموضوع مليارات في الموضوع تضخ من سيتصدر العناوين من سيستحوذ من سيتحكم وأنا من وجهة نظري أنه من يتحكم على عالم اليوم وإن كان بنسبة بسيطة لكن في المستقبل أيضا هي الشركات التكنولوجية وليست الحكومات يعني جو بايدن والجماعة هذا البوتن إذا كنتوا تعتقدوا أنه من يتحكم وبالعالم من يتحكم في البيانات ومن يتحكم في الثورة الصناعية وأدواته هو من سيتحكم في العالم الغد وعالم الغد ليس بعد مئة سنة الآن إحنا عايشين ومقبلين عليه من سيتحكم في البيانات سيتحكم في العالم وهو يسمى النفط الجديد وهذا هو تطورنا السؤال الآن بعد 2024 إذا استطع أن تدرك الزخمة اللي حاصل والتطور والكوانتم هذا الصيرورة اللي قاعدة تحصل في التكنولوجيا والتطور السريع اللي بيحصل في آخر سنوات كنا نحتاج ملايين السنين كنا نحتاج آلاف السنين عشان نتطور من أداي إلى أخر الآن ما فيش يمكن أنا عند دكتوراه في التكنولوجيا مش قادر ألحق مش قادر ألحق كلما تعلم أداة تروح تجي أداة بدلها طيب أرى بطل تعلم ولا كيف هنا هو السؤال كيف نستطيع نستطيع نتكيف مع الموضوع إذا استطع إذا تكلمنا أنه في بداياتنا كنا بدون أدوات تكنولوجية ثم ظهرت الأدوات التكنولوجية الخارجية في المرتبة الثانية ثم ظهرت بعض الأدوات التكنولوجية الداخلية من خلال النييرولينكس الآن بدأت الأدوات بدل ما تكون خارجية أصبحت داخلية ومغروسة طيب الآن هذه الأدوات الداخلية المغروسة كيف ستتطور ما هو اعتقادكم إذا والله حلينا تشيب في الدماغ هذا التشيب أو المايكرو تشيب هذي بتتحول إلى ثلاث أربع إلى خمس والله بعدين القلب يتحول إلى أداة تكنولوجية وبعدين الذراع وبعدين البنكرياس ما هو التطور المنطقي واستشراف المستقبل هو ما يسمى الآن البوست هيومن هو ليس خيال علمي هو نظرة إلى التدريجية لما هو حاصل في عالم اليوم واستشراف المستقبل ماذا يمكن أن يحصل هنا هو السؤال أنه فعلا سيحصل ربما شي جديد دع الناس أن يقولون أنه كان هناك إنسان جسماً وعقلاً بيولوجياً تحول إلى ترانس هيومن ترانس هيومن اليوم الإنسان المتحول زي ما في عالم اليوم يسمى الترانس جندر أو التحول الجنسي تحول بمعنى أنه إنسان مع يد صناعية إنسان مع عين صناعية إنسان مع قلب صناعي ما هي الخطوة القادمة يقولون أنه الإنسان كله يكون صناعي لأنه يقول لك تطور منطقي والقلب بعدين البنكرياس بعدين اليد وبعدين الرجل طيب وبعدين كم أش ما يحصل قالوا البوست هيومن عندما يتحوق يكون الجسم والعقل تكنولوجيا وهي مرحلات ما يسمى بالسوبرمان أو الإنسان الإله كما وصف يوظال نحراري في كتابه هومو ديس أو الإنسان الإله قال أنه ability to be God أو القدرة على أن تكون إله بحد توصفه قال أرى أمامي هذا الشيء قد ربما يحصل في المستقبل وإلى جانب الثورة الصناعة الرابعة نتكلم عن البيولوجي التي نتكلم عن البيوتكنولوجي استطعنا التحكم على أصغر وحدة بيولوجيا وهي الجينات وتكلمنا عن النانو تكنولوجي ويتحكم على أصغر وحدة في الفيزياء وهي الألمنس أو كواركس الأتومز وتكلمنا على الانفورميشن تكنولوجي ويتحكم في أصغر وحدة في التكنولوجي البيتز وبنتكلم عن كوكنوتيف تكنولوجي ويتحكم على أصغر وحدة في علم الأعصابة والنيرونز والنيرفز طيب إذا تحكمنا في أصغر وحدة في الجانب البيولوجي الجينان قدره ما تكون تحكم كلي وإنما بدأت البيوتكنولوجي لوباع والنانو تكنولوجي لوباع والكومبيينفروميشن تكنولوجي أصبح لوباع إذن كيف سيكون اتحاد هذا الرباعي مع أدوة التور الصناع الرابعة هذا واللي بيخوفني هذا اللي حالي يصيبني بقشعري ما الذي سيحصل بنا كجنس بشري كأمم كعالم مع اتحاد هذا الرباعي البيوتكنولوجي نانو تكنولوجي مع عالم الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والإنترنت الأشياء وهذا هو اللي بنقول أنه قدره ما يؤدي إلى شيء جديد على فلسفتنا وإدراكنا وهو السوبر هيومن الذي قدره ما في الهومو ديس قال من المحتمل يوظه نوح هيراري في الكتاب يقول أن تكون أهداف الإنسانية التالية هي الخلود والسعادة والألوهية إذا اعتمدنا كليا على الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعة الرابعة وجميع قال أنه خلاص كيف ستتحول اهتماماتنا شيكسبير قد ربما استشرف في التراديجيا المسرحية تابعه اللي هي الملك لير عندما ذكر في الكتاب أنه سيصبح البشر أبديين اللي هي إترنا الخالدين ما لم تدخل الجريمة أو الحرب قدره ما نقول شيكسبير والله إنك كان كلامك قد ربما يكون فيه نوع من الصواب أنه ما الذي سيجعل شخص يموت إذا كنا نستطيع أن نستبدل قلبه المعطل أو الخربان أو بنكرياس والمريضة أو نستبدل الرئة أو نستبدل كذا طيب بأيش بيموت الإنسان؟ ما بيموت الله بقذيفة أو أحد يجي يذبحه أو كذا إذن خلاص أنه بيقول استشرافه أنه بيقول إذا كان الإنسان أصبح كل ما أصبح فيه خلل بنبدله بأداة تكنولوجية ما هو السبب اللي سيؤدي إلى أن الإنسان ينتهي؟ قال الحروب والجريمة أنه خلاص أنه يحصل أنه تعطيل الآلة نفسها طيب ويمكن إيريك كونتنا كان عنده وجهة نظر هذا ما دعا كيفين كيلي من الأشخاص اللي فعلا أنا أحب أن أقرأ لهم ولو في تيت توك وفي اليوتيوب أقرأوا لهذا الأشخاص قد روما بعض الأشخاص يشوفوا أنه إزاحة للأيدولوجي لا أنا بنقول أنه اقرأوا للمخالفين نوعا لا تنغمسوا فقط في عالم واحد حاولوا أن تقرأوا وجهة النظر الأخرى كيف يفكر الآخر قد روما نخرج برؤية ومنظور جديد كيفين كيلي تكلم عن ستة الممالك الكائنات الحية اللي أخذناها أياما زي ما يقول عادة الإمام أياما في الزات والأيام الثانوية كنا نتكلم عن الطلاعيات والفطريات قال لا في كتابه والتكنولوجي وونس كان يقول فيه مملكة جديدة لا بد أن تضاف إلى الممالكة الستة للكائنات الحية وهي مملكة التكنولوجيا بمعنى إذا مثلا هرب موصلوا للإحتياجات الخاصة كان يقول أنه لماذا لا نناقش إحتياجات الإنسان بحكم أنه مركز وبحكم أنه مهم الآن السؤال أنه سنبدأ نفكر عن إحتياجات التكنولوجي ليس فقط بوصفها كائن حي يتطور وليس بوصفها كائن مادي قاعد هناك إذا أنا تخيل أنت الأدات التكنولوجية ليس بتكلم عن موبايل أنا تكلم عن أدات تكنولوجية متداخلة سيستم إدرغيشن ذكاء الصناعي إنترنت أشياء باي تكنولوجي مع جينات هاي اللي احنا متكلم عليه عندما نقول مملكة التكنولوجيا طيب خلونا ندردش الأخوان ما قصروا الدكتورة غادة الدكتور أوس في الموضوع هذا بس أنا أحب أن يفرق بين أربع مصطلحات لمن يريد أن يتوسع من الصعب أن نحنا في كم دقائق نحنا نشرق كل شيء وإنما للراغبين في التوسع هناك الآن خمسة مصطلحات أكاديمية المية في موضوع الواقع الافتراضي اللي هو جزء من الثورة الصناعية الرابعة عندنا الواقع التقليدي اللي إحنا بعضهم يسموه الواقع الحقيقي أو الواقع أنا صراحة أميلي لأنه تقليدي لأنه الحقيقي طيب الافتراضي مش حقيقي المعزز مش حقيقي هنا السؤال ولذلك أنا أرتقي أنه يسمى الواقع التقليدي traditional reality الواقع الافتراضي virtual reality الواقع المعزز augmented reality الواقع المختلط mixed reality الواقع الموسع extended reality وهذا اللي يجزء منه الميتاورس الآن الناس اللي محبوا ينغمسوا أو يدخلوا في عالم الواقع الافتراضي عليهم أن يقرأوا أكثر في دبيات هذه العوالم الخمسة بشكل سريع ما هو الواقع التقليدي الواقع التقليدي اللي أمامك اللي أمامك هذا غرفتك وكذا هذا واقع انتبهوا من تسمية الشيء بالواقع الحقيقي هنا بعض الكتاب المفكري يقول لك إذا سميتوا واقع حقيقي هل الواقع الافتراضي والمعزز والمختلط مش حقيقي وما الذي جعلك تسميه غير حقيقي ما هو أنت عايش فيه وأنت تتفاعل معه الآن سندخل في مفهوم فلسف أنه ما هو تعرفنا الحقيقي وغير حقيقي ولذلك دعونا نسميه الواقع التقليدي من ناحية أكاديمي حان الأكاديمي شويا يعني حان نمسك المصطلحات مهمة سك المصطلحات مهمة أيضا فالواقع التقليدي والواقع اللي أمامك اللي قاعد تدركه من خلال عينك حاليا اللي أمامك الآن وتسمى واقع تقليدي بمعنى أنه عملك واقع تقليدي حاليا في المدارس اللي بتهدها كل واقع تقليدي في المكتبة بتروح تقرأ واقع تقليدي الحروب واللي بتحصلها في عالم اليوم واقع تقليدي الف شارع في المطعم في هذا كلها واقع تقليدي حاليا يعني بالنمط اللي حالي بنقول عليه في واقع افتراضي طيب ايش اللي اختلف الواقع الافتراضي عن الواقع التقليدي انه الواقع الافتراضي بيدخلك في عالم موازي للواقع التقليدي انتبهوا مش هو دخلك في عالم موازي للعالم الحقيقي لا لانه انا الان بنشوف الواقع الافتراضي كعالم حقيقي بتحب تسميه حقيقي ولا لا هذا راجع لك لكن الواقع الافتراضي يخلق لك واقعا آخر غير الواقع التقليدي اللي انت تعيش فيه اعتقد انه المسمى الاصوب نوعا ما اكاديمي انه يخلق لك عالم آخر متكامل يجعلك منغمس في واقع آخر غير الواقع التقليدي اللي انت قاعد تشوفه امامك الان امامك تمام هذا يسمى الواقع الافتراضي ولذلك هذا الشخص اللي انا قاعد عايش فيه واقع افتراضي كامل تمام هذا هو الواقع الافتراضي انه يغمسك في عالم موازي للعالم التقليدي وقد عملوا دراسات أنه الواقع الافتراضي هذا أنه بينشط القشرة الحركية وانضامنا الحسي بطريقة أنه تشابه لحد كبير تجربة الحياة الحقيقية ألا تخيلوا اليوم ماذا عن عشر سنة إذا إصبح الواقع الافتراضي بدرجة من الجودة تصعب حتى التفرق بينها وبين العالم التقليدي طيب العالم أو الواقع المعزز في معنى واقع تقليدي واقع افتراضي الواقع المعزز هو عبارة عن امتداد للواقع التقليدي انتبهوا فرقوا بين المعزز والافتراضي الافتراضي يغمسك يدخلك في عالم موازي للعالم التقليدي تمام بمعنى هذا اللي أنت عايشه الآن تقليدي ادخل في عالم آخر موازي افتراضي virtual طيب نفس العالم التقليدي اللي أنا عايشه الآن بس مع شوية افتراضيات حولي يطلع لي شاشة هنا يطلع لي كده تفرج فيديو هنا تتحكم هنا هذا يسمى augmented reality أو الواقع المعزز مختلف عن الواقع الافتراضي الافتراضي تدخل في عالم موازي للعالم التقليدي الواقع المعزز يضيف إلى الواقع التقليدي عالم آخر ما زلت انت في العالم التقليدي وازلت تعيش في العالم التقليدي وإنما ترى أشياء تظهر لك وتشاهد وتتعامل معها ضمن هذا الواقع المعزز ولذلك أشهر الأدوات التكنولوجية للواقع الافتراضي الهيتسيت الهيال السماعة تدخلك في العالم الافتراضي كامل بينما الواقع المعزز يجب لك نظارات وبدأ تشوف البشر شوف معلوماتها يعني أنت ماشي بالشارع بس قاعد تشوف بيانات الناس بيانات المحلات هذا هو أنه بيضيف لك للعالم التقليدي عالم آخر ويسمى الواقع المعزز وأدواتها مختلفة وفلسفتها مختلفة وتكنولوجيتها وتقنيتها مختلفة وهذا اللي بنقول لكم أنه العالم قاعد يكفز ونحن مش قادرين والله نلحق يصعب على الفرد وعلى المنظمة أن تلحق الأداء لا مجال أنا من وجهة نظري لا مجال لمواكبة ما يحصل إلا عن طريق مبادرات حكومية وأممية أنا أتمنى أنه يكون في اتحاد عربي موجودة الجامعة العربي لكن أتمنى أن يكون فيه رؤية لأنه صعب على الفرد وصعب على المنظمة وصعب حتى على الحكومة الواحدة أن تلحق التطورة القاعدة حاصلة اليوم أمريكا بالجلالة قادرة في الجانب التكنولوجي كمان عرفها بتحاول الآن أن يتلحق والصين روسيا فأين نحن في هذا الموضوع إن لم تكن مبادرة زي حالة قراءات متواضعة من كتب تلخيص أعملها سلايدات وأعملها في كونفرنس في الزوم بعدما تعملها ارفعها في اليوتيوب وبعدين مقطع راقصة يدخل ملايين وهذا المقطع يجيب 15 مشاهدة طيب الواقع الآن الآخر زي ما قلنا إلى جانب الواقع المعزز اللي هي الواقع يسمى أو خلونا نشوف الأدوات زي ما قلنا الأدوات اللي هي الواقع الافتراضي غير المعزز الواقع الافتراضي حاليا حاليا نقدره موضوع عليه خلاف حطك في سماعات الهتسيت ويدخلك في عالم افتراضي الواقع المعزز نظارات أو عدسات أنت عايش في العالم الواقعي بس بتشوف بيانات اختصاصات الجميع تخيل يكون معك حين الآن عدسة أو نظارات تبدأ تشوف بيانات زوجتك ولا أولادك أو العكس تشوف بيانات والله المود مش تمام مع زوجي اليوم ولا أولادي ما الآن أصبحت هذه كانت خيال علمي الآن أصبحت ممكنة يعني الآن في أدوات مش فقط خارجية زي النظارات نتكلم الآن عن أدوات داخلية وهذا هنا هو المثير للرعب ومثير للسعادة والنشوة في نفس الوقت أنه ما بنتكلمش عن عدسات ما بنتكلمش عن هيت سيت ونظارات الآن بنتكلم عن أداة تغرس في الدماغ وإذا صدق جورج أنه بيقول أنه والله كان أنه الواقع الواقع هو موجود في الدماغ فتخيلوا الواقع اللي سنراه إذا أصبحت تشبات مغروسة في أدمغتنا طيب في شيء اسمه الواقع المختلط أو المهجن الميكس رياليتي الميكس رياليتي بيقول لك أنا أتمنى أنه بس أنه نخرج أقل لشيء بتصورات ولو بسيطة لأنه فيها عبارة مجموعة دقائق إذن واقع تقليدي اللي نعيش الآن أمامنا واقع افتراضي يدخلك في عالم موازي للعالم التقليدي واقع معزز الواقع المعزز هو واقع تقليدي مضاف إليه واقع افتراضي في العالم اللي أمامك تمام الواقع المختلط بيقول والله الواقع المعزز هذا مش متفاعل خلونا نخليه يتفاعل يعني بدل ما تشفل هل ممكن أضغط وأتفاعل معه هل ممكن أدخل على الصفحة وشيك مش فقط أن يتفرج يعني والله يطلع لي بيانات الشخص يعني الواقع المعزز يطلع لك بيانات وكذا طيب هل ممكن أتفاعل مع هذه البيانات أضغط أرسل إيميل أشوف كذا أوقف هذا يسمى الواقع المختلط أو المهجن الميكس رياليتي تمام بس عشان نضبط المصطلحات وأيضا معنا الواقع الأخير اللي هو الواقع الموسع وهو الاكسسندد رياليتي وهو اللي عليها العين الآن وهو اللي عليها الكلام اللي حيانا نسميه حيانا نسموه الميتافيرس وغيرها اللي هو الواقع الموسع اللي بيقول خلونا من الواقع التقليدي والواقع الافتراضي والواقع هل نستطيع أن نخلق حياة موازية نتفاعل ونعيش ونشتغل وندرس حياة متكاملة في هذا غير العالم الكوني اللي احنا عايش هذا يسمى الواقع الموسع بمعنى الواقع تقليدي ومعزز وافتراضي ومختلط وضغاء اصطناعي وإنترنت وبيانة ضخمة وكل شيء وتروح تشتغل وتتفاعل وتلعب إذن عبارة عن هو عبارة عن عالم تستطيع من خلاله مش فقط أنك تشوف الناس وتنغمس فيه وتشاهد لا تعيش عالم وازي للعالم اللي احنا كنا بنتخيله هذا يسمى الواقع الموسع أو تمام وهي ظهرت منه أنا حيانا ألوم بعض الشركات وحتى الأكاديميين كل شوية سكوا لنا مصطلح الميتا فيرس هو نفسه يعني أكاديميا صراحة نحن ما نسميش ميتا فيرس وإنما بسبب سطوة المليارات الفيسبوكية اضطروا العالم يتكلموا عن الميتا فيرس لأنه عندما يتحدث إيلين ماسك عندما يتحدث زوكمبر فنت بتتحدث عن مليارات بمعنى أن الكلام ليس ملقى على عوالق كذا كذا على الفاضي لا لابد أنك تسمع لأنه فعلا في مليارات بضخ فكنا نتعامل معك سدد رياليتي الآن يقول لك لا خلونا نسميه هنا سباك أسميه هنا اللي يسك المصطلح صح أنه مش المصطلح سكو زوكمبر وإنما يشي يقول لك هل لنا نتميز إحنا خلاص بدل ما يسميه سندد رياليتي سماها الميتا فيرس هي نفسه أنه فكرة تستطيع من خلالها أنك تخلق عالم افتراضي تتفاعل معه بالكامل وهنا اللي هي الميتا فيرس اللي هي الميتا اللي هي بيوند إحنا كنا نقول زمان اللي هي ما وراء الطبيعة الآن يسميه ما وراء الفيزيكس الفيزيكس اللي هي الطبيعة ما وراء الطبيعة الآن أصبحت هل يتحول وهو السؤال ولي يتحول الخيال إلى حقيقة وهنا السؤال فعلا محيط وذكر في أحد اللقاءات قال هدفنا الشامل هو المساعدة في إحياء to bring to life هذا الكلمة فعلا قد روما تسويقية أو حقيقية لكن لا بد أن نأخذها بمحمل الجد أنه هدفنا الشامل هو المساعدة في إحياء الميتا فيس الكلمة إحياء هنا فعلا عليها خطين أو ثلاثة أو مئة خط بمعنى أنه في عالم جديد سيتم الإحياء لتقريبا البعد الفلسفي في الموضوع تخيل أنه النوح قاعد يرسم آدم بمعنى أنه آدم لو افترض أنه آدم الآن قاعد عنده عنده قدرة للتفكير نفترض تخيلوا فقط اتركوا شوية للخيال نوعا إذا كان آدم عنده قدرة للتخيل هل سيدرك أنه نوح هو من صنعه أو من عمله بمعنى أنه نوح مدرك أنه آدم هو عالم افتراضي خلقه نوح بينما هل آدم سيصل في يوم ما لإدراك أنه هو واقع في عالم افتراضي مختلق أو خلقه نوح هنا السؤال لأنه سندخل في عوالم داخل عوالم لدرجة أنك ستتوه ولن تعد تدرك أنت في أي عالم الآن لأنه جودته عالية جدا الآن تصحى معدك شداري في أي عالم أنت الآن موجود طيب نوح نفسه لو سام رسم نوح ونوح هو لرسم آدم هل نوح سيدرك أنه عالم افتراضي بالنسبة لسام وعالم حقيقي أو تقليدي بالنسبة لآدم هنا هو السؤال العوالم أصبحت مدة داخلة ولذلك سيصبح طيب لو افترضنا شخص رابع عيسى هو الذي رسم سام وسام هو لرسم نوح ونوح هو لرسم آدم فهذا جزء من عالم هذا وهذا جزء من عالم هذا الآن الأسئلة ستكون كيف سنستطيع أن ندرك ما هو العالم الذي نعيشه الآن إذا أصبحت العوالم متداخلة في بعضها البعض لو أصبحت مثلا معك بالأخير نور الذي رسم عيسى وعيسى رسم سام وسام رسم نوح ونوح رسم آدم وكل عالم وكل واقع هو افتراضي للآخر هو تقليدي وافتراضي للرسم وهو افتراضي لغيره إذن السؤال لو قلنا مثلا نوح أو سام وصل إلى درجة من الذكاء الاصطناعي أو الذكاء البشري أو الذكاء أي ما كان هل سيدرك أنه هو عالم افتراضي بالنسبة لعيسى وهل عيسى سيدرك أنه عالم افتراضي بالنسبة لنور الآن نور سيدرك أنه الخالق الأول الذي لا ليس قبله هل سيدرك يوم ما نور أصلا في من رسمه أيضا وهو أيضا واقع افتراضي لعالم الواقع آخر هو الذي صنعه وإلى أي مدى نستطيع أن نقول أن هذا واقع الآخر ما هي السلسلة التي تتوقف عندها وهنا هو السؤال في العوالم الافتراضية والواقعية والسيدريالي فعلا ويحتاج إلى إجابة وأنه سندخل في عوالم لن ندرك بعدها في أي عالم نحن نعيش وأن تتخيلوا في الشخص الطبيب مثلا في عالم افتراضي داخله أني بترسم شخص مريض والشخص المريض هذا داخل في عالم افتراضي بالنسبة لبنته وبنته في عالم افتراضي بالنسبة لزوجها المستقبل اللي بتفكر فيه وكل واحد داخل في عالم افتراضي آخر طيب الرابع هل هو مدرك لما حاصل في البعد الثالث والثالث ما حاصل للبعد الثاني هي نفس الذي بيعمل كاميرا خفية أحيانا أنا أعمل كاميرا خفية بس هم عاملين فيني أنا كاميرا خفية داخل الكاميرا الخفية وهذا بيحصل أحيانا أنه يقول لك تعال نعمل كاميرا خفية وأنت أصلا معمول فيك كاميرا خفية طيب هذا اللي أنت معمول في كاميرا خفية من المخرج قد ربما يكون المخرج معمول في كاميرا خفية واللي قبله معمول إلى أي مدى نحن ممكن نوصل في العوالم الإفتراضي وفي سكف الكنيسة في روما اللي هي خلق آدم إنه كان على أساس God created آدم هل ممكن نحن نوصل الآن إلى أنه في مرحلة جديدة من صنع أو صنع شيء جديد في عالم الثورة صنع الرابعة مع الناتكنولوجي والبيوتكنولوجي ستظهر أسئلة جديدة أنا أتمنى من الجمع أن يبدأ يطرحها من الآن سواء كنت مفقف أو مفكر أو مفقيه أو أي ما كنت من أنا وفي أي عالم وكيف سنعيش وما هي الأيدولوجيات وما هي الأخلاقيات الأشياء هذه كلها لابد أن تطرح اليوم في العالم المقبلين بدأنا نعيش أوائل الآن لكن لابد أن نبدأ نطرح بعض الأسئلة اللي فعلا تهمنا كأمة وتهمنا كأشخاص وكبشر وهناك من المفكرين من يقول أنه مع تقدم وإنترنت الأشياء تصبح فكرة الخطة الفاصل بين الواقع والواقع الافتراضي غير واضح وهذا الذي بدأ الناس فعلا يتكلمون عليه ماذا سيحدث إذا سمح لنا الواقع الافتراضي بتجربة مستقبل وطرق مختلفة كما نريده ماذا لو كانت لدينا القدرة ليس فقط من الناحية المفاهيمية ولكن من الناحية الفعلية بأن نضع أنفسنا مكان شخص آخر كيف ستتغير حياتنا عندما يمكننا نرى عقولنا وذواتنا ونقاط وعفنا من منظور مختلف ما الذي سيحدث عندما تكون عوالم الافتراضية متقدمة جدا لدرجة أنه لم يعد بإمكاننا معرفة الفرق بينه وبين الواقع التقليدي وظهرت زي ما شفت بعض المدراء في شركة في شركة ميتا يقولوا لماذا لا يكون الناس قادرين على النقل الفوري الآن أينما يريدون وهم الآن يتكلموا ليس عن النقل الجسدي نقلك أنت تروح كفكر بحيث أنك خلاص وفي الأخير عندما تقف أمام شلال وتستمتع برؤية الشلال طيب أنا ممكن أضعك في نفس المكان وتصبح القشرة الدماغية تستوعب نفس الشيء مش شرط أنك تروح نفس المكان هلنا صديقا ننقل الآن حتى الإنسان بفكر وكأيدولوجيا ننقل من عالم إلى آخر في ظل الحروب اللي نعيشها اليوم طيب ويعني ميشيكو غولة اللي بيعرفوا أنه بيتكلم عن خلود رقمي الآن صاحب الكتب الشهيرة لا يمنحنا نذكر أنه أنه تقدم تكنولوجيا بدون تقدم اجتماعي هناك علامة استفهام لأنه سيكون في زيادة في البؤسة البشري كيف تساعد وحيانا ريني ديكارد يقول أنا أفكر إذن أنا موجود أوغستين كان يقول أنا أخت إذن أنا موجود هل وصلنا إلى المرحلة اللي نقول أنا موجود في العالم الرقمي إذن أنا موجود هل سيصل بنا الحال إذا أنت ليست موجودا في العالم الرقمي فأنت لست موجودا إطلاقا كان زمان يقولوا أنا موجود في الإنترنت إذن أنا موجود في الإنترنت إذن أنا موجود يعني إذا أنا عملت جوجل بحثت عن اسمك ولم أجدك البعض يقول أنه أنت غير موجود أصلا لا بد أن تكون موجود في العالم الرقمي الآن نتكلم عن الواقع الافتراضي بشكل سريع نتكلم أنه بعضهم يقول لك الواقع الافتراضي هذا هو تلعبه ألعاب هو ألعاب صح؟ أقول له لا الموضوع أكبر مجرد ألعاب الألعاب صراحة رهيبة وجرب ولا يمنع أن واحد يجرب أن يلعب في العالم اليوم لأنه ستكون أعتقد صناعة وإندسري كبير جدا في المستقبل خاصة المهتمين لكن تذكروا أنه سيطغى في كل المجالات أنا وجهة نظري هذا ربما واحد يقول أشلو علاقة مثلا بالإسلام ولا بالدين سيغير المفاهيم والأيدولوجيات نفسها يا جماعة الخير فكروا بالأبعاد الأخلاقية والمفاهيمية والقيامية اللي سيخلقها أصبح عندك عالم آخر مستقل تعيشه هل هذا العالم محتاج أيضا إلى تدخل قيامي وديني؟ ممكن وذلك قلت لكم انتبهوا تستثنوا مجال من مجالات كله سيتأثر بالثورة الصناعية الرابعة أكثر المجالة ستتأثري التعليم بلا شك وبلا جدال التعليم الآن بدأ يتأثر بدل ما أجلسنا أشوف شخص زي وقاعد يتلطط لي أخلق عالم أمامي وشوف العالم أنا منظوري أنا بشكل اللي أنا أريد ولذلك الواقع التعليمي أكثر المجالات هو تأثرا أيضا مقالات كثيرة وتبين كيف إنه فعلا الواقع التعليمي يتأثر بشكل إيجابي جدا من خلال الواقع الافتراضي يعني أنا أحيانا أسمي واقع افتراضي تبسيطا يعني الخمسة المصطلعات التقليدي والافتراضي والمعزز والمصطلع الشائع ليس أكاديميًا وإنما الشائع والواقع الافتراضي فإذا قلت واقع الافتراضي فأنا أقصد فيه العوالم الخمسة في الطب دراسات كثيرة ادخلوا واكتبوا بس بتشوفوا كيف أنه يحسن خاصة في الجانب النفسي طيب أنا إذا والله ما أنا تعبان ونفسيا وكذا هل ستطيع أن أخلق لك عالم أوجد فيه أحبائك وأوجد فيه من توفى وكذا هل ستحسن أكيد يعني أعتقد من المنطق أنه سيتحسن أدائك النفسي وأصبحت الآن حتى في الجانب الطبي والتعليمي الطبي وغيره كيف أنك تشاهد بدلا ما يشرح لك دكتور 15 أو 20 أو ساعة من الملل كل الصور أمامي في اللوقت لنا بدية طبعا الجانب الرياضي يمكن أن الناس مهتمين بالرياضة ولذلك أنا أعتقد أن الرياضة أيضا كتدريب كلاعبين كمدربين في جميع الغياضات البرتشفر التي موجود وقادم بقوة تخيل أنت الآن ما عندكش داعي تروح للملعب إذا أنت مشترك تقدر تكون في الملعب وتشوف الإعادة وتشوف كل شيء أفضل من الموجود في الملعب أصلا في مقالات كثيرة جدا عاولوك في الزراعة تقدر تعمل ارتباط بين النباتات وبين تطلع لك ما هو السبب وما هو بين النبتة هذه لماذا حصلت كذا بيانات كلها للنباتة ولذلك لماذا لا لماذا لا نبدأ نفكر في المجالات هذه في مجال التصنيع BMW وغيرها بدأت تطبق الواقع الافتراضي مع الطابعة ثلاثة تابعة هنا اللي بنقول لكم الاندماجة إذا كأصطناعي وطابعة ثلاثة تابعة virtual reality مع ذكأصطناعي ذكأصطناعي مع مثلا بيانات الضخمة هنا ما يسمى الآن system integration فالتصنيع الآن قادم وبقوة من خلال أيضا التسوق والبيع بتجزئة تقدر تلبس وتفعل كل حاجة بدون أن يكون حتى تكون موجود حتى في المحل أو إذا صرت المحل ممكن تجرب بنفسك تشوف كبه يطلع عليك حتى في التسوق والكذا تشوف الكرسي كبه يكون عندك في الشقة قبل ما تشتريه لأن أحيانا تشتريه أونلاين ويصال مش عجبك وهذا اللي بيحصل معنا في الأغلب تشتري حاجة أونلاين تطلع مش شيء اللي كنت بتخيله لا أجربه عندك وإذا طلع تمام أمورك طيبة يعني أنا أنا ماشي تمام ولا قاعد أتكلم مع نفسي أموركم طيبة هل 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 أزلتم معي أم دكتور آه تمام إذن جيد أنا حياتي يعني أنا عايش لحالي وهذه المشكلة فكنت أقول الزملاء أحيانا أن أكلم الطاولة والتلفزيون قالوا عادي إذا بتكلم الطاولة والتلفزيون عادي بس إذا بدأت هذه الأشياء ترد عليك رح راجع طبيب نفسي وهذه المشكلة أحيانا بينكلم نفسي طيب في الترينينج ما تشوفوا عشرات الأشياء في الترينينج في أي مجال في الطب في الطيران في المضيفات خصي إدارة تكنولوجيا وذلك للأمانة وهذا أحد الأشياء اللي دعاتني أني أخرج من ليس السبب الرئيسي وإنما خلاص أنا أشوف أن الإدارة تحتضر البحث العلبي بالنمط اللي نشوفه يحتضر طيب أين النظريات الإدارية اللي تقول عندما يكون مديرك روبوت أو عندما يكون زميلك خوارزمية ما فيش ما فيش نظرية إدارية تتعامل مع الموضوع هذا قاعدين على نظريات 1900 خشب طيب كيف تنحس نتعامل مع الواقع الجديد وهي النظريات الجديدة ما حدش يعني بنحاول نغمض عيوننا ونضح روسنا في التربزين نعاموا وكأن الواقع مش حاصل طيب فيه واقع قاعد يتغير ما هو الجانب الإداري اللي ممكن يتغير بموجبه ما ما فيش إجابات للأمانة وما زلنا ندرس إلى اليوم بعض النظريات اللي عفو عليها الدار واللي موجودة في لابتوب وماجس سير ودكتوراه نعرف كثير من الدكات لا يجد وظيفة استثمار لمدة 23 24 سنة ولا يجد وظيفة مع أن أنا بالستطاعتي أنصح شخص لسنة أو لسنة أو نصح حتى ستة شهر فيه كورس معين يدخله يخرج يلاقي وظيفة مباشرة فيه فشل تعليمي حاصل بسبب عدم إدراكنا لما هو حاصل اليوم الهندسة المعمارية السلام عليكم تحتضروا أنتو يصحاب الهندسة المدنية للأسف الشديد زي ما إحنا الإداريين وكذا الأمور خلص إذا الواقع الافتراضي قاعد ترسم هالعداء قاعد تمسك القلم والورقة إذا أصبح الفيرتش والرياليتي مرتبط بذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي مرتبط بمليارات البيانات من البيانات الضخمة والبيانات الضخمة قادمة من الانترنت الأشياء اللي مرتبطة فيها جميع الأشياء سيصنع لك كل المجال سيرسم لك كل ما تتخيله ولذلك الريال ستايت والشركات العقارية الاسترونومية الفلك عادك تدرس الفلك في الكتب ولا خلي الناس يصبحوا في العالم ناس بدأت تدرك الموضوع هذا وبدأت تدرس الفلك بطريقة مختلفة الجانب التسليحي والعسكري هذا قد رحنا نسميه في محاضرة أخرى ليسميه أو الواقع المظلم للثورة الصناعة الرابعة لكن لا يمنع أنه بدأت الناس تتسلح في الواقع الافتراضي وتتدرب في الواقع الافتراضي والواقع المعزز وإحنا ما زلنا البعارة تدل على البعيد طيب الواقع المعزز ويعني تشوفوا كل القطاع العسكري موجود وما زل حتى على المستوى الدين يا جماعة الخير الواقع الافتراضي تدخل الجانب الروحاني والعلاقة الروحانية وإنك تحاول تتوصل إلى مرحلة النرفانة أو التواصل مع الرب أو أي ما كان المصطلح هل أنت تستخدمه بدأت الموضوع هذا يدخل تخيل أنك تقدر كمسلم تتوصل إلى مكة والطوف وتفعال بنفس الجودة توصولك إلى مكة هنا السؤال هل ستعد حجة كاملة هل عمرة كاملة ولا لا هنا اللي بنقول أنه حتى المشرعين والفقهاء ادخلوا في الموضوع ادخلوا في الموضوع نريد شيء جديد يعني شخص بعالم آخر ومارس كل مثلا تقوص الحج في عالم مكتمل يعني بجودة عالية جدا هل تعتبر حجة ولا لا لا يوجد مشرع أو فقه يرود لك لأنه لم يدخلوا هذا العالم لأنه بعضهم يقول لك لا هو تكنولوجي لا بديس التكنولوجي وكمبيوتر ساينس دخل في العالم كله وذلك أنا أتمنى من اللي يسمعوا أن ينقولوا هذا ادخلوا وشوفوا ما هي التأثيرات في جميع المجالات تمام في شيء جميل للتجسيد أنا عجبني التجربة هذا اللي يعملوها أنه أحيانا الناس لا تدرك واقع الآخر يعني في أكثر من واقع يكون مؤلم بس الناس ما تجدس تتخيل واقع الآخر المؤلم مثلا تكون أقلية معينة مسحوقة في دولة ما والأكثرية لا تدرك أنك مسحوقة أصلا طيب هل نستطيع أن نجسد شخصية المسحوقة الأقلية هذه المضطهد وندخلك أنت كأكثرية في عالم المسحوقة وتدرك بعدين العالم نعم وجدوا أنه الناس تتأثر وتعيش على العالم زي العالم السود في المجتمع الغربي الآن بدأ الشخص الأبيض يدخل في عالم الشخص الأسود ويشوف فعلا نوعه هذا اللي بيحصل في العالم الأسود فعلا من العنصرية ولذلك ستصلح بعض المفاهيم التجسيدة الواقع الافتراضي هذا اللي نقول حتى على البعد الاجتماعي والفلسفي والقيمي ستتغيط وما أكثر الأقليات المسحوقة في عالمنا العربي مثلا عندنا في اليمن عندنا شريحة تسمى الأخدام وموجودين لماذا؟ هل ممكن أن اليمني يدخل ويشوف هذا ما يسمى الأخدام وليسوا أخدام ولا شيء ولكن هذا هو الواقع الاجتماعي لهم تعيش تشوف كيف يعيشوا هذا والأشخاص قد ربما تكون نظرتك تختلف عن أهولاء الأشخاص وما أكثر الأقليات التي مضطهد في العالم ككل تمام؟ الآن ذكرت يمكن الدكتور أغادة في الموضوع الحياة والموت الآن أنا أقعد أشوف المستقبل لأن تخيلوا الآن موجود عالم افتراضي هذه الأم بنتها توفت وستطعت أني تعيد إحياء الصورة الافتراضية والأبطار لبنتها وتلمس تحاول أني تلمسها وتتكلم معها وإذا أنت عشت تجربة هذه هل هي الآن السؤال المطروح الآن تخيلوا معي أن العالم الافتراضي استطاع أن يتواصل مع الطابعة ثلاثة الأبعاد والطابعة ثلاثة الأبعاد مع الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي مع مليارات البيانات القادمة من الناس واللي هي قادمة من ترنت الأشياء وستطعنا أن نطبع الشخص وليس فقط أن نطبعه من ناحية بيرتشول بمعنى خلق إنسان له صفاته ومواصفاته بناء على بيانات واللي هي بالمليارات دخلناها وصنعناها وطبعناها كيف سيكون الشخص والسؤال من يحق لنا أن نطبع بعدين تجي تشوف كل الناس بيطبعوا الآخرين بعدين القوائنين الآن من يحق لك أن تطبع أن من يحق لك تجي تشوف نفسك مطبع في أكثر من بيت تقول لاذا شبين سويناها هانا هذا الفكرة ولا الشباب يطبعوا شكيرة ويدخلوها البيت هذي خطيرة هذا الشخص توفيد زوجته عاش معها لحظات جميلة وهي متوفية طيب الآن لو استطعنا إدخال بيانات هذه الزوجة أو غيرها من المتوفين وستطعنا طباعاتها وخليناها تتفعل من خلال الذكاء الاصطناعي بالمعزل عن الواقع الافتراضي كيف سيكون العالم اللي أمامه التشخص هذا أنه يكون يقول أنه نستطيع حتى التحدث مع الموت وفي تكنولوجيا الآن تضع بصمة لمن قبل أن يتوفى الشخص وتستطيع أن تتحدث معه إلى الأبد مرعب نوعاً لكن هذا هو الشيء كيف سيؤثر في جيم الإنسان وأخلاقه فكروا في المتاحة كيف ستتغير هذا الواقع المعززة لأمامكم أو الواقع الافتراضي كيف ستتغير الموسيقى بدل ما تروح تدخل في حفل موسيقى وزحمة والناس يتضاربوا والريحة مش تمامة ولا أنت تعيش العالم كأنك موجود وسطهم كيف ستتغير العالم والموسيقى على مستوى العلاقات الحميمية والتواصل والفرينشيب والعلاقات الصداقة أصبح أنك تقدر تتميز بدل ياخي يقول لك أنا محرج مقدرش أسأل خلاص بتطلع البيانات هذا والله عزب هذا متزوج هذا متاح هذا غير متاح من خلال الواقع المعزز قدرك تمشي وتشوف حالات الناس تقدر تخفي تقدر ما تخفيش لكن خلاص فتخيلوا هنا الأسئلة بتطرح الآن من الناحية القيمية والاجتماعية سواء كانت بالسلب عنده في البيت من جديد هنا السؤال الآن هو يدخل فيه قيم اجتماعية وقيم دينية لا بد أن نتكلم في المواضح هذه أنه هل يحق لنا ولا لا وسيأتي لنا المجال إلى وقت فعلا لن نستطيع التحكم فيه خاصة مع وجود حالينا الإباحية والتطور الكبير جدا قاعد يحصل فيه من خلال الواقع الافتراضي يمكن جيل جيل السبعينات والثمانينات زي شاهدوا مسلسل عدنان ولينا ليوفت المستقبل كونان فيه في اليابان أنا أول عهدي بالواقع الافتراضي كان عدنان ولينا صراحة بس ما كنش داري إنه واقع افتراضي فلما كان الدكتور رامي يأخذ عدنان وعبسي ولينا إلى القلعة ودخلهم هذا الكتلة الحديدية وقال لهم هنا حديقة القلعة فعبسي قال له اش من حديقة قلعة اش من كلام فاضي فضغض الزر الدكتور رامي فظهرت لهم عالم افتراضي هذه في ثمانينات يمكن جي لنا هي بدأت في السبعينات في اليابان نحن شاهدناها في ثمانينا هذا كانت أول عهدي أعتقد وعهد الكثير منكم في الواقع الافتراضي فتفاجأ عبسي وعدنان ولينا وكيف هذا الواقع الافتراضي فبدأوا يقولوا كيف من كتلة حديد بدأنا نعيش في عالم افتراضي فكان عبسي يدخل يده ويشوف اش هذا العالم الافتراضي الجديد هذا غير حقيقي وعدنان يدخل للشجرة هذا كان عهدنا الأول وما زال الحل مستمر يعني للأمانة لأنه يمكن كثير مننا يتذكر هذا المنظر البداي الخاص لو اعتبرنا النسخة الأولى من الواقع الافتراضي والهتست يمكن هذا كان يروحوا للحج ويرجعوا بهذه بهذه بهذا نتشوف المكة جيلنا القدامى الشيابات يعرفوا أما جيل ممكن تسعينات أو ممكن الألفية هذه الأشياء بتشوفوها حاجات منقرضة زي ما نتكلم عن الفلوبي ديسك أيام البكالاريوس نجي نرويهم الفلوبي ديسك يقولون ما هذا الكائن الغريب والعجيب منتجات الواقع الافتراضي أبل دخلت المجال يعني ما بنتكلمش عن عالم خيالي كبرى شركات العالم الآن موجودة وتتصارع يعني ما هوش الموضوع فلسفة ترف فكري قاعد يقرأ ويقاعد يلخص لا أبل دخلت في السوق ميتا من خلال زوكمبرغ وفيسبوك دخلت في السوق شركات مايكروسوف وغيرها كلها دخلت في السوق تمام صح أنه ما زالت الأسعار غالية وكذا وليش بنا نقول نحن نحتاج خطة خطة أمة خطة دول وليست خطة أفراد لأنه صعب علينا نحن نتكلم عن الموضوع هذا جوجل دخلت من خلال النظارة أيضا في لينوفو دخلت في الأغلب حاليا في الوقت الراهن الهيتسيت واقع افتراضي والنظارات واقع معزز والآن دخلت حتى العدسات الريبان اللي هي النظارات الشهيرة زوكمبرغ عمل شراكة الآن مع أشهر شركة نظارات في العالم الآن يشتروا يوسعوا ويدخلوا في الواقع المعزز بشكل كبير جدا الآن في عالم العدسات بدل ما يقول لك والله لا نظارات ولا لك أنا أحط العدسات داخل عيني وأبدأ أشوف واقع معزز آخر أمامي وأيضا إذا تكلمنا أيضا على نيرولينكس والواقع ومستقبل أنا أممكن أن أطرح مجموعة سئلة في النهاية فكروا فيها وممكن قد ربما يكون لها أجوبة وقدروا ما يفتح مدارك أخرى هل يختلف الواقع الافتراضي هل يخلق الواقع الافتراضي بيئة تعليمية مجانية للجميع من أي مكان ولأي شخص وفي أي وقت وبجودة عالية أنا هم سؤال مطروح هل يستطيع الواقع الافتراضي مع الذكاء الاصطناعي على التعامل بفعالية مع الأمراض المستعصية لأنه حينا التشخيص وغير التشخيص وكذا كلها يدخل وإذا كنت مرتبط بذكاء الاصطناعي وواقع افتراضي كيف سيكون الحال هل يكون الواقع الافتراضي حلا لذوي الاحتاجات الخاصة لكسر قيود العالم التقليدي إذا ذوي الاحتاجات الخاصة ولأسف الشديد البعض ما زال يسميهم الآن للمعاقين وكانت ذكر في اليمن وأنا زاير هذا شفت جمعية المعاقين قلت لهم أنتو أكثر الناس مهتمين به هؤلاء الناس تسممهم معاقين تسممهم ذوي الاحتاجات الخاصة يا جماعة الخير إيش اللي أنتو كذلك المهتمين فيهم تسممهم معاق إحنا معاقين لغيرنا إحنا بالنسبة لعين الجنبري معاقين على نفس النمط لا إذن إحنا إحنا ذوي احتياجات خاصة لغيرنا من الكائنات وغيرنا ذوي احتياجات خاصة هل الثورة الصناعية الرابعة والواقع الافتراضي سيكسر قيود العالم التقليدي لبعض الأشخاص اللي يعانوا من شيء ما هل يخلق الواقع الافتراضي وواقع أفضل للفقر والمحرومين يعني بعض الناس بيقول لك ما قلت مش معنا كهرباء وليس أنه الموضوع يحصل لا بد أنك تمشي في كل لا أحيانا ربما يكون في تكنولوجيا وتأثر بعدين على حتى على الطبقة ما بيسموها أخواننا الاشتراكة طبقة البوليتاريا المسحوقة هذه فهل ممكن يؤدي لذلك؟ هنا أسئلة تطرح هل سيقدر العالم الافتراضي على مواساة الأطفال مع عالم التقليدي الأليم؟ يعني إحنا عايشين في عالم تقليدي أليم وما يحصل فيه في غزة اليم وواقع أليم الأطفال هل ممكن حتى تعيشهم لحظات في عالم آخر غير العالم التقليدي الأليم اللي بيعيشوه؟ هل نستطيع مع الواقع الافتراضي مع أدوات الثورة الصناعة الرابعة الحياء للحظات الماضي بل والصنعهم وخلقهم من جديد؟ هل يقلل الواقع الافتراضي من تدمير الأرض وقات الغابات من خلال الاعتماد أكثر على عالم افتراضي بدل ما يكون عالم تقليدي؟ هل يكون الواقع الافتراضي عالم أكثر فعالية للتجارب الدينية والتواصل الروحي واليوغا والنربانة وغيرها؟ هل يستطيع الواقع الافتراضي أن يكون شريكاً فعالاً لمن يعاننه عزلة والوحدة زي حالاتي؟ أولا لا؟ هل يكون الواقع الافتراضي بديلاً لمن لا يستطيع السفر وزيارة الأماكن الجديدة بل يكون وأكثر جودة؟ هل سيساعد الواقع الافتراضي أو يدمر العلاقات الحميمية؟ هل يقدم الواقع المعزز حلاً لأمراض ضعف العين أو عدم الرؤية في الظلام؟ هل سيمكن أن الواقع الافتراضي من اختيار الواقع اللي نريد أن نعيش فيه؟ كل هذا أعتقد وسأختم بالمقولة اللي تقول سيمون سينيك من أحد الناس كي تنجو في الحياة خاصة من ثورة الصناعة الرابعة أن تستقيل من عملك الحالي خلاص بطلنا استقيل ما عاد الشيشة الحياة ثورة صناعة الرابعة؟ لا هو بيقول كل ما عليك أن تبحث عليه أنه كيف أنك تعيد اكتشاف وابتكار نفسك ضمن عملك الحالي مع الأدوات الجديدة وليس قطيعة حاول قطرهم ستطيع زي مثلاً زي الكلاسيكال مثلاً التعليم الكلاسيكي هل ممكن أن نخلق واقع جديد مع مع الداة الثورة الصناعة الرابعة وهذه مجموعة من التوصيات موجودة لمن يحتي وماريا كوريا الحاذة على جهاز نوبل في الفيزيو كيميا يمكننا الوحيدة اللي حاذة على جهاز نوبل في الفيزيو كيميا قالت لا يجب أن نخف في الحياة فقط نحتاج أن نفهم إنه الوقت لكي نفهم أكثر لكي نخاف أقل خفنا من البرق عبدنا وخفنا من الشمس وعبدناها لا تخافوا من أدوات الثورة الصناعة الرابعة ادخلوا اقرأوا تثقفوا تدربوا اعتقد المستقبل امامنا الثورة صناعة الرابعة مش فقط ادوة تكنولوجية لناس مترافين انا اعتقد اني هي موجودة لتحقيق الحرية والعدالة والتكافؤ الفرص للجميع اشكركم جزيل الشكر واشكر ايضا منصة اريد على الاستضافة الجيدة واترك المجال للاخوان في اللجنة المنظمة هل موجودين او لا شكلنا الحالي هل موجودين موجودين دكتور معك الله يحفظك يا رب هل شكلي تعديت لا بد انك تكون توقف لي هل الوقت تمام مستمتعين معك بالمحاضر الله يحفظك يا رب ويكرمك اذا جميل جدا اذا في اي اسئلة وماش عارف اللجنة منظمة كيف الله يكرمك ان شاء الله سرفت احباب النقاش بعد قليل باذن الله نعم معنا الآن سعادة الدكتور السيف السويدي ايضا لإعطاء مداخلته فتفضل مشكورا سعادة استاذ الدكتور السيف السويدي المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة الوريد العلمية شكرا 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 استاذ عدنان شكرا بارك الله فيكم بسم الله الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله حقيقة محاضرة رائع جدا من مداخلات قيمة في هذه الندوة العلمية الواقع على افتراضي عوالم جديدة اشكر دكتور غادة صالح على مداخلتها ومشاركتها القيمة اشكر الاستاذ اوز دكتور اوز وليد الصديق العزيز حقيقة على ما تفضل به والاستاذ الفاضل للدكتور اسامة اسحاق انا تعلمت منه الكثير حقيقة اثناء الماجستير وما بعد الماجستير ما شاء الله علي قام علمية نفتخر ونعتز بيها وايضا اشكر على محاضرة القيمة التي اثارها مع بعض الافكار الفلسفية التي قام بطرحها قبل قليل انا حقيقة اتكلم ببضع دقائق فقط حول بعض المواضيع بما يتسع فيه الوقت لان الان نحن الساعة 11 بالليل تجاوزنا الوقت حقيقة فيه كتاب هام صدر لمنصة اريد حول موضوع الميتافيرس حبيت انه اذكر به عن العالم ما وراء التقليد الميتافيرس يمكن الدخول الى موقع المنصة وتحميل الكتابة تصفح الكتاب تقريبا ثمان فصول يتحدث حول عدة امور لا يدخل في الامور التقنية البحثة لان هذه تتغير وتتطور ولكن يأخذ بعض الامور الفلسفية التطبيقية في طيات هذا الكتاب فمن يعني يرغب بالاستزادة بالاطلاع على هذا الموضوع يمكن الدخول وهو كتاب وقفي مجاني يمكن الدخول الى منصة تريد وتحميل الكتاب وتصفحها عن طريقة رابط الموجود امامكم حقيقة الموضوع الحبيت اتكلم عليه اللي هو غير موجود في الكتاب لان ظهر يعني لم ندخل او ندرجه في الكتاب بوقتها لكن الان هو يعتبر موضوع الساعة اللي يتحدثون عنه الكثير وهو موضوع الادوات الداخلية اللي يذكرها قبل قليل دكتور اسامة ايضا موضوع حقيقي مثير للاهتمام والانتباه انه ايلون ماسك يقول اتركوا موضوع الميتافيرس وميتافيرس وهذا كل اضياء وقت وتبذير الجهود والان احنا نتعامل مباشراتا مع الدماغ نتعامل مباشراتا عبر زراعة شب عبر زراعة امبلانت في داخل الدماغ وهذه الامبلانت هي تتكلم مع الاشارات العصبية في الدماغ فيمكن استلام الاشارات ومعالجتها واعطاء الاشارات ايضا الى الاجهزة مع الاجهزة الاخرى الـ IOT فيمكن الانسان وهو في الغرفة او في البيت عندما فقط يفكر بشيء معين يمكن ان يحدث هذا الشيء هناك ارتباط في API integration بين هذه الامبلانت او السامبلانت مزروعة في الدماغ مع الاجهزة الحولة وهذه الاجهزة ممكن انه فقط لما يفكر بتصفح موقع معين لتصفحها ممكن ان يفتح الضوء ممكن يغلق الضوء ممكن يبحث على معلومة معينة اثناء التفكير فيها فحقيقة الامر مخيف يعني ومثير كما ذكر قبل قليل دكتور اسامة يعني حقيقة مثير لان فيه كثير من التساؤلات والايجابيات والسلبيات يعني ولكن الامر كان نشوفه فقط في افلام الساينس فكشن اما الآن فتحول كما يقالوا يشاعر الى شيء حقيقي واقعي ملموس عبر اول تجربة قبل تقريبا يعني شهر بيوم عشرين فبورو عشرين اثنين بالضبط اعلنوا عن نجاح هذه التجربة قالوا نورال لينكس اسم الشركة اللي بأسس هيلور ماسك فرص يومان يستطيع ان يتحكم بالماوس عن طريق فقط التفكير فقط وهذا طبعا هذا البايشنت هو معاق أو هو من دول الاحتياجات الخاصة فاستطاع ان يتحكم بماوس وهو لا يستطيع ان تحكم بها بيده وانما فقط عند التفكير بتحريك هذا الجهاز والمؤشر من اليمين إلى اليسار إلى الأعلى والأسفل استطاع ان يفعل ذلك طبعا كما يقال لم أشاهد تقرير أو نشاهد شيء ولكن تم الإعلان في الإعلام عن طريق رويترز حول هذا الموضوع في حقل في قسم اسمه Future of Health مستقبل الصحة يعني وهذا الكلام منذ شهر تقريبا يعني منذ يوم العشرين من فبروي هذا العام قابل شهر تقريبا إذن حقيقة الفكرة الأخرى اللي حبيت انه أتكلم عنها في فيلم ظهر مؤخرا على نتفليكس كنا يعني نشاهد أو لا نشاهد نتفليكس فأنا لا أروج لنتفليكس أو الفيلم وأنما فكرة وفلسفة نحن نعيش عوالم داخل عوالم هذه الفكرة من هذا الفيلم 1899 كانت فلسفة رائعة جدا أنه أنه قد نكون نحن الآن في عالم افتراضي قد نكون نحن في سيميوليشن معينة لا نفق هذه السيميوليشن إلا في الآخرة قد يعني هذه مجموعة من التساولات حقيقة وهذا الفيلم حقيقي مثير لمن يرغب أن يشاهد فكرة أنه يعني عبارة عن عالم داخل عالم والعالم هذا داخل عالم آخر ثم فيه هناك المنشأ أو الخالق أو الذي أنشأ هذا العالم هي فقط فكرة فلسفية يعني وأنا أقرأ حقيقة في هذا الموضوع وجدت هذه الآية الكريمة إننا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون هنا الاستنساخ الاستنساخ أنه فيه شيء وفيه شيء مستنسخ عن الأصل فكل حركاتنا ويعني حقيقة يحتاج الموضوع أنه يؤخذ بعيني الاعتبار في المناقشة والبحث والحديث لأن هذه من التساؤلات التي الآن تثار بين الشباب بين فئة المثقفين أنه هذا العالم هو عالم مستنسخ يمكن الدخول طبعا إلى محاضرة دكتور مصطفى محمود رحمه الله قبل فترة طويلة يتحدث حقيقة حول هذه المفاهيم فمعه طبعا وجود الآن الـ VR مع النظارات مع استخدامنا قد لما كنا واحد يسمع هذا الكلام كان لا يتخيل الآن ممكن أن نتخيل الـ VR أو Extended Reality مثلا أو مثلا موضوع وجود الاستنساخ للعوالم أو العالم داخل عالم العوالم المتداخلة فحقيقة يمكن أن نرجع إلى محاضرة الأستاذ الدكتور مصطفى محمود رحمه الله ويتحدث حقيقة حول هذه المفاهيم يعني يمكن أن تثار مستقبلا في نقاشات أو في الندوة علمية حول هذا الموضوع أنا فقط أطرح بعض الشذارات حول هذه الموضوع حقيقة فلسفة الانتقال من تقنية إلى تقنية مع الإلغاء الكامل للتقنية القديمة والسابقة ما أعتقد هذا الشيء سيحصل يعني وإن كانت الأداة والتقنية الجديدة ستنفع البشرية ستفيدها ستحسن من عدها أنت مستخدامها طبعا يعني أي وحدة من التقنيات التي ظهرت لما ظهر الراديو قالوا الآن خلاص لا داعي للجامعات ولا داعي للمدارس ولا داعي للمدارسين سنحل كل شيء عن طريقة راديو عن طريقة راديو المحاضرات ستكون عن طريقة راديو التدريس عن طريقة راديو فقط أفتح الراديو أفتح الكتاب اسمع للراديو وهذا لما ظهر الراديو يعني كما يقول الخبراء أنه ولكن حقيقة اكتشفوا غير ذلك اكتشفوا لا هما ستل بحاجة إلى الوجود الحقيقي التفاعل التواصل ولما ظهر الفاكس قالوا خلاص سيلغي ما قبله ثم جاءت التقنية والإنترنت والتواصل السريع قالوا سيلغي ما قبله وهكذا يعني فلسفة الانتقال مع الغاء كامل للتقنية التي قبلها لم تحصل وإن كنا نتوقع ذلك يعني كنا نقول لما سيأتي الميتا فيرس هو سيلغي كل ما قبله أو لما يأتي مثلا الذكاء الاصطناعي هو سيلغي كل ما قبله وسيحدث هناك هو مجموعة من الافتراضات حقيقة يعني مجموعة من الافتراضات التي لم تتحقق ولكن يجب أن الاستعداد لها وتخيلها يعني إلى الآن الراديو شغال إلى الآن نحن نستخدم الراديو الاستخدامات لانطاق معين وكالجهاز وآلية للتواصل يعني فهذا ما يعني يدور الآن وأيضا وضعنا هذه حقيقة الأفكار الفلسفية في الكتاب ممكن الرجوع إلى الكتاب والاطلاع على حقيقة هذه الأمور النقطة الأخيرة حبيت أختم فيها هي حقيقة كل حلقات سباق الأمم هي متعددة التخصصات هو الهدف من عدها أن ننهير الانتباه والاهتمام والرغبة والفضول لكل التخصصات الفقهراء في الدراسات الإنسانية والاجتماعية القانونية علم النفس كلها يجب أن تدخل في هذه المواضيع التي تم اختيارها وطرحها يعني منذ اليوم الأول موضوع الزراعة الذكية والتعليم عن بعود والأمن السبراني والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة كل هذه المواضيع حقيقة النانو تكنولوجي والبيوتكنولوجي والنيوم ماتيوريالز المواد الجديدة كلها هذه عبارة عن مواد ملتي ديسبليناري يعني على الجميع لا يكتفوا فقط أنه يقول أنه فقط متخصص بجزئية معينة في هذا الموضوع فقط يحال إلى الخبراء وإنما يجب أن تبحث وخاصة يعني في الدراسات الإنسانية والاجتماعية لأن لها أثر لها أثر على حياتنا من باب التأثر والتأثير في حياتنا البشرية يعني الآن المواضيع التي تخص الميتافيرس ميتافيرس حقيقة يجب الآن الفقهاء أن يدخلوا ويفهموا الميتافيرس ثم يعطون هل يجوز الزواج والطلاق عن طريق الميتافيرس هل يمكن أن نتخيل وجود الجنة والنار في الميتافيرس المواضيع حقيقة كثيرة ومتنوعة وشائكة ونفس المواضيع التي كانت تطرح عندما ظهرت سوشال ميديا لما ظهرت سوشال ميديا في دراسات كثيرة ظهرت وتأثيراتها وإيجابياتها وسلبياتها الآن نحن على أعتاب ثورة صناعية رابعة مع كل ما تملكها من محاور تقنية أنشئنا الميتافيرس أو أنشئنا البلوكشين أو أنشئنا الفينتيك الفانيشل تفنولوجي أو كل أنواعها ومحاورها فحقيقة لا أتحدث هنا عن التقنية أو الأمور الفنية البحثة أنا أتحدث عن تأثيراتها عن إيجابياتها عن سلبياتها عن استخداماتها هذه فقط النقاء المواضع التي أختيرت حقيقة سباق الأمم أنا سأتحدث إن شاء الله في الحلقة الأخيرة أو في اليوم الأخير حول الموضوع لكن حقيقة سباق الأمم كان على أساس يكون أكثر من هذه الحلقات يكون 30 حلقة بدل 15 حلقة ولكن أردنا الإيجاز والتركيز على هذه 15 محور أساسي حتى نثير الانتباه وأنثير نوع من الفضول للباحثين والعلماء والخبراء أن يبحثوا ويتطرعوا ويقرؤوا ويلتحقوا بمحاضرات في مجال في مجالات حيوية وهامة تتسابق حولها الأمم والشعوب أنا هذا ما لدي شكرا جزيلا لكم ومبارك الله فيكم يمكن فتح المجال لبضع دقائق للأسئلة لو فيه أسئلة أو استفسارات يعني حقيا موضوع هام جدا وأنا أخذنا من الوقت عشر دقائق ولكن إذا فيه استفسارات أو بعض المداخلات للأخوة المتحدثين الرئيسين فليتفضلوا تفضل الأستاذ عدمان تزيل الشكر والتقدير لكم دكتور سيف السويدي المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة أريد العلمية بارك الله فيكم على هذه المشاركة القيمة نعم تفضل دكتور دكتور طاق تفضل بإمكانك فتح المايك والسؤال أفوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله ورحمة الله وقيمكم والواحد سعيد جدا المرات المتكررة عبر المنصة تعتقد أريد ودكتور القامة السويدي وحقيقة الواحد المنصة تطرح مواضيع صراحة هام جدا دكتور طارق حمد الله خبير بيئي بس يمكن المحاضرة الأخيرة اللفظ نظري يمكن داير يشوف اللبس اللي حصل الآن ما بين تقارير شركة كريكسون ودي ما يتمد في المعيار بتاع الجرين سيتي اندكس واحدة من المعايير المستخدمة ويعني هي بشارة لأنه استخدام تغنيات الترنت الأشياء والزكاة الاستماعي ولا شك أنه فعلا ثورة كبيرة جدا وافادة البشرية عامة لكن في آثار خفية نحن ممكن لغدنا نقوم مبركينها هي أشارة أنه والله الشركة أنه في خفض ما يصل إلى حوالي 63 وخمسة من عشر قيقا طن من الامتعاسات الضرع لتعمل لخفض نفس التقرير أنا في الرأي الآخر أنه المجالات الكاهرومانات تصيج باستخدم أنا كأجهزة أنا طالما ما أستخدم تقنيات وأدوات موجودة حوالي مجال مغناطيسي أي ما الجهاز كانت أستخدم يكون في تأثيرات سلبية جدا جدا للمجالات الكاهرومانات في مع مرور الزمن بعثر قراكم فأنا أزال أعرف التقريب بين التقرير ما بين الأثر البيئي هنا أشار إلى أن هناك في خفض ليصل إلى 63 5 جيجا طن من الانبعاسات خلال حد 20-30 بينما الآثار الضارة اللي هي مقطاع اللين الدولي للإشعاع غير المؤين يقول أنه والله هناك تأثيرات لأي مجال كاهرومانات السؤول هاي جهزة في النهاية بستخدمة سواء كان في انترنت في زكاة صناعية أو غيره في مجالات كاهرومانات فدير المقارنة بين الانجنين مبارك الله فيك سواء وأنهى دكتور مشاركة تفضل دكتور اسماعيل دكتور اسماعيل تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا حبيظة أشكركم وكثير الشكر على مثل هذه المحاضرات القيمة والمواضيع المثيرة واللي يعني قام بها هنا الدكتور السيخ السويدي هو مشكور على هذه الاختيارات لهذه المواضيع المثيرة ونشكر الدكتور اسامة على محاضرته حبيظة المعلومات القيمة وذكر لنا الواقع الافتراضي وحبيظة لم يعد واقع افتراضي سوف يكون واقع حقيقي بمعنى أنه سوف يطبق في كل منزل وفي كل بيت وأنا حبت أن أنوه فقط على الأثر السلبي طبعا أنا أتوقع أن هناك أثار سلبية أكثر من الإيجابية لأنه سوف يكون يعني هذا العالم غير منضبط وخاصة هذه النظارات التي سوف تدخل كل بيت وخاصة من الأطفال اللي هن من السن الثاني عشر إلى الخمسة وعشرين سنة هؤلاء سوف يكون لهم إدمان كبير وشديد ولا يمكن التخلي عنها وخاصة عندما يكون لهم حسابات خاصة مثل هذه الميتافيرس ويدخلون على هذه النظارات وهذه النظارات هي سوف تسبب لهم إدمان وبالتالي حالة نوع إذا كانت متواصلة وسعات طويلة نوع من الهسترية ولا يمكن المستخدم لها يعني يستطيع حتى يمتن عن الأكل عن الشراب عن المجالسة مع أهله فهو يتعلق في هذا العالم اللي يفوق عقله حقيقة لأنه سوف يدخل إلى كل ميول الأطفال اللي هو يعني يحب أن يدخل هذا المجال ولكن غالبا يدخلون إلى المجالات العاطفية التي تشدهم وهم بأمس الحاجة لها يجدون أن هنا حاجتهم يجدونها في الميتافيرس وهذا العالم الافتراضي الذي يبحثون عنه وبالتالي يسبب لنا أزمة شديدة لأطفال الحقيقة وبالتالي أنا أشد انتباه العلماء والمفكرين وخاصة في الوطن العربي أن يستعدوا لمثل هذا الخطر لأن سوف تكون هذه النظارات بمثابة الجوالات وتدخل كل بيت وكل فرد سوف يمتلكها مع أنها أنا لا أراها يعني إنها وزنها ثقيل ويعني شكلها غير غير نموذجي هي شكل يعني حقيقة أعيبها على الشكل ولكن هي شركات هي سوف تستثبر منها أموال طائلة جدا وهم يستخدمونها بشكل تدريجي كل سنة ينزلون موديل وبالتالي يستفيدون هذه الشركات هي التي تستفيد وبالتالي تقدم لنا هذه البرامج لأطفالنا ويدخلون على هذا الواقع الافتراضي وهو إلهاء لطلابنا وأولادنا سوف يسببون لهم مشاكل صحية ونفسية حقيقة ولا أعتقد يهتمون في التعليم مثل هذه الملهيات أنه يدخل تقول الولدي سوف يدخل على الميتافيرس ليتعلم هو ربما يتظاهر أنه يدخل لكن يميل إلى الععاب واللهو ويلبي سهوته ورغبته من خلال هذه النظارات فأنا أجدها يعني هي خطر شديد سوف تقبل إلينا وهذه الشركات سوف كل فترة تغير شكل هذه النظارات حتى تكون نظارات مثل النظارات الشمسية وتكون أناقة أكثر يعني لكن هم لا يصدرون مثل هذه من أجل استثمار أموالنا الطائلة سوف تكون مليارات تضخ من الوطن العربي لهذه الشركات ونحن نغرق في هذه ونغرق جيلنا ولكن إن شاء الله مثل هذه الندوات وهذه المحاضرات سوف نقدم أو يقدمون يعني التصدي لمثل هذا الخطر القادم حقيقة لأنه سوف يغزونا إن شئنا ما بينا وبالتالي نسأل الله سبحانه وتعالى اللطف والحماية لنا ولأولادنا وشكرا لكم جميعا شكرا جزيلا لك دكتور إسماعيل على هذه المداخلة القيمة برك الله فيك لكل تقنية أو اختراع أو تكنولوجيا هناك جانب وضوابط للاستخدام للاستخدام الآمن والأفضل فضروري وهذا أيضا من فوائد أنه التعلم المستمر المتزايد الضروري لهذه التقنيات برك الله فيكم نعم أعزائي الحضور نعفوا سوف تسمحي بس أعلق على مداخلة الأخ وكذلك الدكتور إسامي إذا حابب يضيف شيء وبقية الأخ هو في نهاية اللقاء حقيقة اللي يتفضل بالدكتور إسماعيل جزيلا لخير وهو مهم جدا بس لكن الحقيقة المؤلمة أنه ليس لدينا كونترول لا على التصنيع ولا على صد هذه الموجة القادمة يعني هذه الإشكالية أنه أحنا يجب أن نتقبل هذه الموجة القادمة ونتعامل معها وأن لا نقف ضدها ونرفضها ونصدها ما عندنا القدرة لا على التصنيع ولا على الابتكار ولا على الصد ولا على المحاربة الإشكالية اللي عندنا دائما ضد أي شيء يظهر للناس وما نستطيع لما نظهر الديش الانترنت عن طريق هذا الأقمار الصناعية القنوات الفضائية في كثير من الأصوات قالوا أوقفوا القنوات الفضائية وهذه مضار ثم قاموا باستخدامها أنفسهم لما ظهر النقال في الكاميرا أيضا جاءت كثير من الإدعاءات والأصوات التي تطالب بإلغاء هذا النقال هذا الجهاز الذي فيه الكاميرا قالوا فقط أرجعوا على الجهاز القديم هذا أقل الضررين ولم نتحمل لم تكن لنا الإمكانية على الصد على المواجهة على الحرمان وإنما يجب أن نتقبل هذه الموجة القادمة ويجب أن نتعامل معها ونتكيف في التعامل مع هذه الموجة القادمة كذلك الحال مع الانترنت كذلك الحال مع السوشال ميديا كذلك الحال الآن مع موضوع الذكاء الاصطناعي كذلك الحال مع موضوع الميتافيرس وهكذا فأنا حقيقة ما أعرف في رأي الأخوة الموجودين معنا كمتحدثين ولكن حقيقة موضوع الصد والحرمان والمحاربة هذا أمر ما أشوفه صحيح وإنما فقط سنتأخر يجب أن نفتح الملفات ونناقشها بشفافية ونتقبل هذا الشيء القادم الموجة العملاقة القادمة في كل التقنيات في الثورة الصناعية الرابعة في جميع محاورها نعم إذا في أحد عنده مداخلة أخرى دكتور غادي دكتور أسامة دكتور دكتور أوس يعني كختام لما قيل حتى نختم بإذن الله تعالى دكتور انتصار تفضلي لطفا دكتور انتصار باختصار الله يحفظك لما بقى وقت دكتور انتصار تفضلي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم دكتور أنا القدير والله إذا أجد أي كلمة في هذا العالم كان حقيقيا أو افتراضيا يمكن توفي منصة تريد توفيكم حقكم في أنكم فعلا يعني جعلتمونا نواكب كل حديثا وكل جديد على مدار الدقيقة كما قلت من قبل والثانية وليس على مدار الأيام والسنوات الأخيرة شكرا للمحاضرين الرائعين بما أفادونا فيه من معلومات يعني طوال طوال سباق الأمم واليوم بشكل خاص أريد أن نبه النقطة دكتوران القدير وعليكم جميعا كل التكنولوجيين أو كل المتخصصين والخبراء الذين يتناولون الذكاء الصناعي الميتابيرس وكل ما يتعلق الآن بهذا الواقع التكنولوجي الجديد الحذر الحذر من مما يسمى في اضطراب أنا الآن أعمل فيه بحث علمية أو بحث علمي وأتمنى أن منصت أريد تساعدني في أن أتطبق على الباحثين والفبراء فيها وهو ما يسمى قلق الذكاء الاصطناعي أو القلق التكنولوجي الآن فعلا في خوف سمعتم الدكتور القدير مع أعظم محاضرته ومعظم أداء لكن كل شيء يقول من أنا يعني ما سيحدث مستقبلا رغم جمال ما قدمه فهذه أحد العراض للقلق التكنولوجي وأحد العراض للقلق الذكاء الاصطناعي منها أنه ينخفض ينخفض تقدير الإنسان لذاته ينخفض مفهومة لذاته هذا واحد فيه كمان عندما قال هو اسمحني أني أذكر بعض الأمثلة لأنه موجودة موجودة في واقعنا عندما نقول كيف أقدر رواكب وأتعلم الآن برنامج وسنة وسنة وفجأة في نفس اللحظة يظهر برامج أخرى فهذا من ضمن أبعاد القلق التكنولوجي أو القلق الواقع الافقراضي أو قلق الذكاء الاصطناعي أنه خوف من الاستبدال من الوظائف خوف من أنه مقدار شواكب تطورات خوف إلى غيئة وغيرها من عرض القلق والضغوط التكنولوجي السما ضغوط التكنولوجي وهذا ما أشتغل هذه المواضيع الرائعة يعني لاحظوا كمية الأشياء الإيجابية والعظيمة التي ذكرها بس كم الدكتورانة وغيرها من الدكاترة لكن كمية الخوف والرعب تغط رغم أنها قليلة تغط على ذلك الجمال عندما تقول مثلا ذوي الاحتياجية الخاصة كيف استطاعوا نواجه الواقع حتى حالات المنتحرين هل تعرفوا أن الميتاورس أنقذهم هل تعرفوا أن الذكاء الاصطناعي أو قد تعاطف إنساني ووسرته مش قادرة توفر له مش قادرة تفهمه العالم مش قادرة تفهمه الإنسان يقول أنا وحيد طيب أنت وحيد هناك عالم جميل تروح له وترجع له ففيه جوانب إيجابية التعليم إحدى طالبات تقول لي حرام عليكم يا دكتورة ارحمونا أنتم ظلمتون في القامعة ما نعرف كيف نعمل استبيان أو استمار أو نعالج مريض في كل التخصصات ستجدون نفس هذه الإشكالية الواقع الآن الاضطراضي حققها أو غيرها حققها عبر التعليم عبر هذه التقنيات الجديدة فهناك يعني واقع جميل جميل أنا أتمنى متى أعيش هذا الواقع الجميل لكن من شدة الخوف أصبح كل من يذكر المحاضرات نرتعب أننا مقدبين على جاربا سيئ أنا طلبي عندما تذكروا الجوانب الإيجابية ركذوا عليها واذكروا الجوانب السلبية وما هي الحدول التي تتوقعها وأدعو منصة أريد العظيم ولن يكون أحد بعظمتها لأنه الجميع يقدموا دورات والجميع يقدموا ورش والجميع يقدموا مؤتبارات لكن لا يحملون هذه الرسالة العلمية العظيمة التي تحملونها إنه يعمل ملتقى أو محفل يتم الحديث فيه يعني يركز على الجوانب الإيجابية والعالم الجميل نحن مقدمين عليه لأنه الآن يدخلوا الناس في اطرابة نفسية بسبب هذه المحاضرات الشيء الثاني من كثر خوفهم تركزوا أيضا على الجانب السلبي ولكن نخرج باستراتيجية باستراتيجية في ضوء ما هو إيجابي يطور ويدعم ويدرب وغيره وهو الجانب السلبي ما الذي ممكن أن نقوم فيه ما الذي يمكن يعني أن نوارسه كخطوات عملية هنا سيكون دور أريد جميل ورائع وأريد أختم هذا الموضوع لماذا نقول في هذا القانب نظرا للإطرابة النفسية الآن التي قد يعني دورسات وأنا الآن أدرس فيها يعني أبحث فيها وشغال فيها وهي موجودة كثيرة في الدراسة العدنبية لكن لكي أوضح لكم الصورة الإنسان المكتئب إذا جلست أمامه العدو تعتدي منه مهما حاول تحمي نفسك تعتدي منه عارف ليش لأن المكتئب عندما يقول لك شوف الواقع حصل كذا وكذا وكذا وكذب يكون هو فعلا يقول الواقع هو فعلا المكتئب لا يكذب ولا يتفيل ولكن إذا دخل غرفة فيها أشياء أسود وحمر وخضر وألوان سيحكي لك على ما هي الأشياء اللي لونها أسود شفت شنطة سوداء وشفت إنسان لابس أسود وشفت شاشة سوداء ما هل كلام خطأ لا كلام وسط الأشياء السوداء في الداخل الغرفة لكن لم يصف أيضا أن الأشياء الأخرى اللي هي باللون الأبدل والأخضر والأسود وهكذا المكتئبين والمتشائمين والمتخوفين إذا كثفنا من محاضرات التكنولوجية عن الذكاء الاصطناعي والافترابي بهذه الطريقة صدقوني الناس يعني أنتوا هدفكم نبيل ونريد أن ندخل هذا الواقع بقوة لكن سيزيد ويرفع من درجة القلق لدى الآخرين والخوف من المستقبل وبالتالي تزداد الاضطرابات النفسية إحنا نريد أن ندخل هذا الواقع وإحنا بخير وعجبنا الدكتور السيطة السويدي الله يرضى عليه عندما قال يجب أن نتقبل إحنا عندنا بعد أن يكون الواقع في علم النفس عندما يكون الواقع غير قادر أن تسيطر عليه لأننا عندنا في نوعين من الواقع في واقع أستطيع أن يسيطر عليه وبدرجات وفي واقع ما تقدر تسيطر عليه هنا ما يسمى العلاج بالتقبل والالتزام العلاج بالتقبل والالتزام وهذه النظرية إيش تقول ثلاث هذا الواقع اللي بيحصل دمر سمعت بعض يوم انه بترمى كنبلة ذرية على مكانت وستموت. طيب بعد يوم او بعد خمس دقاق. الى ان يأتي بعد خمس دقاق تموت انت ألف بوطة. يعني فاذا اذا كان ما سيحدث واقعا مؤلمان مرعبا كما شعرنا فيه في المحاضرات وكثير من محاضرات. فعلى الاقل هنا نساعد الناس من ناحية السيكولوجيا تعاني اتوقع ان نتقبل هذا الواقع. وفي ديننا نزل قبل ان تقوم القيامة. ايش اللي ممكن. نحن نقدمه. محاضرة الامن السيبراني. عندما اقول خاف واحصلوا تقرب ترتعب ما تكبرت نعم. ما تكبرت نعم. بكل بساطة اكمل محاضرة الامن السيبراني. والذكاء الصناعي وغيره. وبعدين اقول لهم اتفضلوا هذه المهارة اعمال واحد اثنين ثلاثة. بعد هذه المحاضرة الدورة الفرانية دورة لإكسابكم المهارة. كذا نسرق ناس اسوية. ليس عندهم الوعي فقط. لانه اذا اكسبتم الناس الوعي فقط. فدكتورة. ممكن تتحول للترابط نفسيا. نكسب الناس الوعي والمهارة. وشكرا جزيلا. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا دكتورة انتصار على هذه المداخلة. عفوا ان هل يوجد اي استفسار لكي ننتقل الى كيفية شرح الشهادة دكتورة. كانت دكتورة مريم رافع يدها معرفة موجودة او اذا احد المتاخلين المحاضرين يحب ان يعلق على شيء. نفضل دكتور. نختن بس يعني وكان فيه ملاحظة جيدة من دكتورة انتصار. اشكرها على المداخلة. اشكر الجميع يعني على الكلام الطيب. بس ننوضح انه بس اضافة الى ما ذكرته حذاري من رسم حالة وردية وعالم مثالي يوتوبي عن اي ادى تكنولوجية او عن اي واقع تكنولوجي. هي محاولة رسم توازن ما بين الحالة الوردية والعالم المثالي والمدينة الفاضلة. وما بين رسم ما يقلقنا في الموضوع هذا. هي خلق التوازن هذا مهم. لا نريد فقط ان نرسم عالم مثالي فقط انه هذا ما ستقدمه ادوات الثورة الصناعة الرابعة بمعزل عن ذكر ما هو الجانب المظلم للثورة الصناعة الرابعة للتحاشي منه او خطط او غيره. لانه حتى على مستوى الجهد. ممكن انت اكثر الناس عارفين انه في جهد بوزيتف ايجابي في السترس اللي يكون نيجاتف. يعني لو ما تكون واحد مجهد من صوصة الامتحان هذا يعني يكون جهد ايجابي. ولو ما نكون فيه استرس خاص بالادوات التكنولوجية هذا جانب ايجابي. نحاول نفرق بينه وبين القلق نفسه. هذا اوكي. لكن انا ارى انه حذاري ايضا ان احنا نتعامل مع الحالة هذه اما بالمقاطعة التامة او برسم حالة وردية. لا نحاول قدر مستطع خاصة المهتمين بالجانب الاكاديمي وفكري كذا انه رسم الواقع كما هو عليه. في جانب ايجابي وفي جانب سلبي. في الجانب الايجابي هكذا ننميه وفي الجانب السلبي هكذا ممكن ان نقف ضده. هذا خلق العالم التوازن مهم جدا. وانا يمكن اختم بالاتحاد رباعي اعتقد انه مهم جدا في المواضح. هذا خاصة انه عالم جديد ان فتح لنا خاصة في الوطن العربي. انه خلق ما بين الفرد والمنظمة. المنظمة اللي القطاع الخاص. القطاع الربحي. والقطاع الغير ربحي. والحكومة. انا اتمنى انه يكون فيه نوع من التواصل. لانه اذا تركنا ادوات الثورة الصناعة الرابعة. وصاغ من قبل المنظمات الربحية والمنظمات الرأسمالية بيكون واقع شوية متعب. واذا تركنا الموضوع للمنظمات الغير ربحية. للمنظمات الانجي اوز. سترسم لنا حالة من المثالية. وستضع قيود على الجوانب الرأسمالية والبراغماتية. واذا تركنا الموضوع للحكومات. فالحكومات من اول الاخرى. قمع وفصل وقطع. والفرد بيهرب. فانا اتمنى ان يكون فيه مزيج رؤية ما بين الفرد والمنظمات الربحية والمنظمات غير الربحية والحكومة. نخرج برؤية متوازنة لما سيحصل في العالم القادمة. وما نحن نعيش اليوم. بس ماذا سنستطيع النعمة كفرد وكمنظمات وكأمة في واقع عالم الفرس العربة. اشكركم جزيلا. شكرا. جزاك الله كل خير. الدكتور اسماء. وارك الله فيك على عادة المداخلة والتوضيح. تفضلي دكتورة مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. شكرا جزيلا منصة. اريد صراحة منصة تقبر الشخص حتى يصير يعني تفكير وتفكير خارج. خارج تماما خارج الصندوق كما يقولون. واتمنى ان تستمر بهذه القوة وفي حاصل طرح المميز. انا كان لدي كذلك مداخلة في الاوراق ولكن نسبة الاسلام ستجاوزها لدي اقتراح انه نحن دايما نتعامل مع ذكر الدرسي في السويدي والتخوف والرفض هذا ليس حل. لكن يجب ان تكون في ان نفكر في المواجهة العملية لهذه التكنوليات التي هي واقعا لن نستطيع ان نغير مهما طبعا وواقع مفروض. اصبح واقع يتدخل في حياتنا بكافة تفاصيلها. فتخترح انه هذه المنصة بهذه الكفاءات الموجودة فيها وبهذه الخبرات بهذه وهذه الطريقة المنظمة بالتفكير والطموحات العالية يمكن ان تكون هيئة لانتاج استخدام كما ذكر احد المقدمين الابراق هي في نهاية الامر هي ادوات. كيف نستخدم هذه الادوات في انتاج مواد تنضبط بالضوابط التي نراها تلتزم بالقيمة التي نتمثلها. يعني بمعنى ان نعمل تبيئة للمنتج الذي يخرج من هذه الادوات التي هي صارت واقعا لا نستطيع ان نتجاوز مهما قلنا. والرفض ليس هو الحل. وهي ادوات تساعد في انجاز كثير من المهام الحياتية. لماذا لا نستخدمها لاستخدام الذي يتوافق مع بيئاتنا مع اخلاقنا مع تقاليدنا مع قيمنا. هي فنسخرها للمضي قدما في عالم المعرفة في عالم العلم في عالم الانتاج حتى متى نكون مستهلكين بهذه الاشياء. وفي كثير من الاحوال هو الاستهلاكا سلبيا الاستهلاك السلبي التي تنتج منه هذه المواقف المخاوف التي ذكرها كثير من المتحدثين. فانا اخترح ان تتكو مجموعا عن القبراء اه نفكر في كيف نستخدم هذه التقنيات المتطورة وستظل متطورا اليوم في الميتابيرس. وغدا لا ندري ما الذي سيكون. كيف نستخدمها في انتاج علمي معرفي تطبيقي نستخدمه في حياتنا بما يتوافق بمعابئاتنا. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك دكتورة مريم على هذه المداخلة والاقتراح الممتاز. بارك الله فيك. نعم اعزائي الحضور نشكركم الشكر الجزيل على الاستماع والحضور. وننتقل معكم الى شرح كيفية تحميل شهادة الندوة لهذا اليوم مع الاستاذ عدنان قلعجي. تفضل استاذ عدنان معكم الصلاحية. شكرا شكرا استاذ صفى بارك الله فيكم على هذه المعلومات الرائعة وعلى التقديم الرائع لجميع الاساتدة. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. نعم حبتنا الكرام على عجال ان شاء الله سوف نقوم بمشاركة الشاشة معكم لشرح طريقة الحصول على الشهادة. تم وضع رابط الحضور والشهادة في الشات. وان شاء الله سنقوم معكم بالشرح لطريقة الحصول على الشهادة. فعند البحث في محرك البحث جوجل عن منصة اريد العلمية. نكتب منصة اريد العلمية فتظهر بالصورة الواضحة امامكم لمن كان من اعضاء المنصة. فبمجرد ضغط على تسجيل الدخول تدخل مباشرة الى المنصة. اما لم يلتحق بعد بركب المنصة. فبامكانكم تسجيل حساب جديد عن طريق الضغط على تسجيل حساب جديد. فستظهر الصفحة التالية. ويتطلب الامر بعضا من المعلومات كالاسم باللغة العربية والانجليزية. وكذلك البريد الالكتروني وتأكيده. وايضا كلمة المرور وتأكيدها. واختيار الدولة التي نحن فيها. ومن ثم الضغط على التسجيل. فنصبح رسميا اعضاء مسجلين في منصة اريد العلمية. ننتقل بعدها مباشرة الى الصفحة الرئيسية. او ما يسمى بالحائط للمنصة. فستجدون ايضا في منتصف الشاشة. سباق الامم. نضغط على سباق الامم. فننتقل مباشرة ويحولنا الى الصفحة الرئيسية الخاصة بسباق الامم. وستجدون فيها جميع الاقسام الخاصة بسباق الامم. نختار منها الجلسات. الجلسات. فيحولنا الى الصفحة الخاصة بالجلسات. نختار من هذه الجلسات الجلسة الثالثة عشر. وهي الندوة العلمية او ما يسمى بالواقع الافتراضي عوالم جديدة. نقوم بالضغط على الندوة. فيحولنا مباشرة الى الشهادة. شهادة المشاركة. وعند الضغط عليها يتطلب الامر او او يطلب منا كود الشهادة. الكود هو يرجى تسجيله. نرجو من الجميع تسجيل الكود. سبعون ثمانون تسعون. وكرر سبعون ثمانون تسعون. نعم احبة الكرام عند وضع هذا الكود مباشرة سيحولنا الى الشهادة. وبمجرد الضغط على تحميل الشهادة الالكترونية سوف تظهر لنا بهذه الصورة. سوف تظهر لنا الشهادة فيها عنوان الندوة. وايضا الاسم للمشارك. اعيد الكود مرة الاخرى لمن لم يستمعه لمن لم يكن معنا. سبعون ثمانون تسعون. هذا هو الكود الخاص بالشهادة. نعم احبتنا ايضا ننوه الى انه ان شاء الله سوف نقوم برفع غد برفع التسجيل للمحاضرة او للندوة على الموقع الخاص للمنصة على اليوتيوب. وستشاهدون فيها جميع الندوات التي قدمت في الايام الماضية. وايضا جميع المحاضرات التي قدمت على منصة الريد العلمية. نعم هذا شرح سريع ومفصل لطريقة الحصول على الشهادة والكلمة الختامية مع الاستاذ صفا. فتفضل مشكولة بارك الله فيه. كل الشكر والتقديم لكم استاذ عدنان قلعاتي على هذا التقديم وشرح التفصيلي الاكثر من رائع. بارك الله فيكم وشكر الله لكم. وكذلك اجمل ما قال الخبراء عن الواقع الافتراضي انه يعزز التفاعل الاجتماعي والاتصال البشري. حيث يمكن للافراد التواصل والتفاعل مع بعضهم البعض في بيئات افتراضية وكأنهم في نفس المكان الواقعي. مقودة للدكتورة نورة شعيبي استاذ الاتصالات والعلاقات العامة. وكما في هذه الندوة لتبادل الافكار والمقترحات. أودتكم وستكون معكم منصة أريد العلمية. وتشكركم الشكر الجزيل على حسن الحضور والاستماع والمداخلات القيمة بهذه الندوة وكيف استخدام هذه التقنيات المتميزة. ولتأمل تأثير التكنولوجيا المذهلة وما تخزنه من فرص وإمكانيات لا تعد ولا تحصى. فهي تتيح لنا تجارب تعليمية خارقة تنقلنا لأبعد الحدود من الكتب والمحاضرات واستكشاف الأحداث التاريخية. والفضاء وأعماق المحيطات والمهارات بواقعية لم يسبق لها مثيل. وسنكون معكم أعزاء الحضور في ندوات جديدة مستقبلية في منصتكم الدولية الرائدة منصة أريد في كل جديد ومبتكر لجميع المجالات التطويرية. ونستعد معكم للمستقبل مشرق يعتمد على الواقع الافتراضي وآفاق لا نهاية لها. ونختم بدعاء سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. شكرا جزيلا لكم ودمتم ملهمين ومبدعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.